اشتركوا في القناة خاصة قسمة تطوير المواردة البشرية الأستاذ أحمد أحمد خضر وزملاء الكرام بنين وبنات المساهمين في الدورات التدريبية الخاصة بالتطوع نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ زكي فراش على حضوره اليوم وإلقاء الدورة وافتطاع جزء من وقت الثمين وأنا سأل الله أن تكون في ميزة حسناته وكما نرحب بالجميع في حضور هذه الدورة وأتمنى إن شاء الله أن تكون دورة قيمة وجميلة للجميع أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد فضل أسد لك شكرا لك يطيك العافية السلام يطيك العافية السلام طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في مبادرتنا الثانية ضمن مبادرة خبراء المعرفة في برنامج نماذج جوجل وإنشاء الاستبانات الإلكترونية مدربنا هذا المساء قام تدريبية متميزة يكفي أن يذكر اسمه إلا وعبارات الفخر والسناء تسبقه مشرف التدريب التربوي في إدارة تعليم مكة المكرمة متخصص في مجال التطبيقات الرقمية مدرب لأكثر من ألف معلم على التطبيقات الرقمية مؤلف كتب منها التطبيقات الرقمية للمعلم مهارات المدرب الرقمي والتطبيقات الرقمية في الصف المتمائز باسمي واسمكم نرحب بالأستاذ والمدرب القدير زكي محمد فراش ونترك له المجال للتعريف بنفسه أكثر والبدء بتنفيذ هذه الدورة وبالتوفيق له وللجميع فضل يا أستاذ في نماذج جوجل في نماذج جوجل والتطبيقات الخاصة بالنموذج الخاص بجوجل اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قبلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عياكم الله يا إخوتي وأحبتي في الله وأشكر لكم حضوركم هذا اللقاء الرائع المتجدد بحضوركم فأنتم النجوم الخاصة أو النجوم التي تضيء هذه الليلة الجميلة طبعا ناخد القواعد الأساسية كان في أحد عنده سؤال يقدر يكتبه كان في أحد عنده سؤال جواب شفهي أو يتكلم يقدر يعمل ريز هاند يرفع يده وإحنا نقدر إيش نعطي له المايك ونسمع سؤاله إن كان في أي سؤال أو أي استفسار لقاء أنا حيكون تطبيقي أكثر فأتمنى أن نكون مستعدين مستعدين أي نعم أنت بتحضرني من الجوال أو بتحضرني من اللابتوب بأي وسيلة ما حضورك شرف لنا هذا أولا ثانيا نتمنى أن يكون لديك جهاز لابتوب وفاتح معي جوجل ونكمل التطبيقات التي أو التطبيق خطوة بخطوة فإذا كان في عندك سؤال وأنا أطبق فتقدر تسألني عشان أقدر أجيبك على سؤالك وأجيبك على استفسارك إلا أنت طالب الصوت إذا ما عندكم صوت في ناس يقول ما عندهم صوت أو شيء فحاول أنك تتعدل على الصوت اللي عندك إحنا ما عندنا مشكلة في الصوت الصوت واضح إن شاء الله وكله تمام حاول ترفع الصوت من البار اللي تحت أو إذا كان بالجوال حيكون صورة فيها الجوال فيها المحاضرة هذه والجهة الثانية فيها الحضور فحاول أنه إيش تخلي الحضور يكون واضح أمامك وتكون أنت واضح ويكون الكلام اللي سأقوله واضح وجميل وجاهز للنقاشات لقاءنا اليوم خدف الأساثي إكثابك لمهارة كيفية استخدام جوجل النماذج وطبعا جوجل له كثير من التطبيقات له كثير من الاشتراكات وهو طبعا رقم واحد في العالم في البحث فعنده محرك بحث جوجل وعنده أيضا جوجل المستندات فهذا الجزئية اللي احنا بيتكلم فيه هو جزء بسيط جدا من ما يمتلكه جوجل ومن التطبيقات الخاصة في جوجل فالتطبيقات خاصة بجوجل كثيرة جدا فإحنا حاولنا أن نستخدم أو نختصر المجال ونقول نبغى نستخدم فقط تطبيقات جوجل أو نموذج جوجل لمساعدتكم في بناء النموذج لأنه كثير احنا بنعاني من النماذج اللي توصل لنا أنا بواحد منهم أنا من ذي ذيكم بالضبط فتأتيني نموذج والنموذج يكون مصنوع بطريقة خاطئة والروابط لا تعمل وفي كلمات غير مهم موجودة فنبغى نتعلم هذا الشيء عشان لا ننوم الناس وإحنا أصلا في الأساس إحنا عندنا مشكلة في بناء النموذج فبناء النموذج ضروري جدا ونبغى نتعلمه مع بعض في بدايتنا هذا هو ما هو متوقع منكم في نهاية اللقاء يكون عندك حساب في الجيميل ثم يكون عندك طريقة أو طريقة كيف ننشئ النموذج ثم بعد كده نتكلم على أنواع الأسئلة إلا موجودة والمتاحة ثم نقول لازم نلون الله نعطيه روح شوية للنموذج فنعمله بألوان متعددة نعمله بلون بخلفية خاصة فينا إحنا خاصة فينا إحنا ما نرسل النموذج زي ما بيجينا من أي مكان بيجينا نماذج كلها مكتوبة ويسلم عليك جوجل قل لك الله أرسل حتلاقي فوق اللون واحد لونه أخضر أو لونه أزرق أو ميت جدا لا يمكن أن يكون نموذج بهذا الشكل تمام؟ فإحنا نتكلم برضو على الإخراج الفني للنموذج بعدين في الأخير لازم نبغى نعرف الحاجتين هذه الأخيرة اللي هو إختبارات وطلاب ممكن ما نتكلم عليها نتكلم أكثر على الإكسيل اللي بيخرج جدول شيت يسمى جوجل شيت النموذج هذا اللي بيخرج في النهاية إيش التصفية اللي ممكن نسويها إيش الحاجات اللي ممكن نعدل عليها ويصير جميل أكثر وأكثر وأول حاجة لازم وحتماً ولابد نتكلم على الطريقة اللي إحنا نبغى نعرف نتعرف فيها عليكم فطريقتنا في التعارف عليكم كالتالي إن إحنا نبغى نقول لكم يا شباب هذا الرابط اللي عندكم هذا الرابط اللي موجود أمامكم الآن أعطيكم الرابط أرسله من خلال هذا الرابط تتخيل الآن أنت موجود فين أنت موجود الآن في أحد المطارات اللي موجودة في المملكة نسح جميع النشورات ثم نأتي هنا على 9.1.5 الآن أنت موجود في أحد المطارات في المملكة والسؤال يقول إلى أين تريد أن تسافر نرسل الرابط هذا اللي فوق في الأعلان نرسله في المحادثات هذه المحادثات أنا مختار هنا وهذه الصفحة وصلتكم في المحادثات تضغط على المحادثات ثم تضغط على علامة الزايد الأحمر سواء كانت فوق عندك أو في التحت تضغط على الزايد ثم بعد كده تكتب المكان الذي تريد أن تسافر إليه في أنت تحب تسافر أنا أحب أني أسافر مثلاً ماذا اسمها؟ جزر المالديف مثلاً جزر لا سلام نجيب لي هي هنا أو نكتب كتاب العربي جزر لا سلام جزر المالديف حلو بعدين تحد تكتب اسمك المدرب بلاش المدرب خليني زيكم زكي فراش إذن أنا هكون موجود في جزر المالديف نبدأ نشوف الأخوة الباقية هنا عندنا أحد الأخوة موجود في النمسا بس ما كتب اسمه حاول تكتب اسمك اختار مرة تاني النمسا وحاول تكتب اسمك عشان نتعرف عليك هنا عندنا باريس عجيبة زياد الزخراني حياك الله عجيبة وعندنا هنا المصر سيمي يبغي يروح مصر ممتاز هنا واحد يبغي يعترف يقول له رايح المغرب حسن هذا يعتبر اعتراف منك سيد حسن داك الله خير تمام عندنا هنا الأستاذ مديحة أو خديجة سيد خديجة سبادي لندن جميل جدا بالتوفيق عندنا أيضا هنا سويسرا مونتريال سعاد أظن أو أسماء أسماء كتابة شوية صغيرة النمسا هنا برضو نحاول نشوف النمسا مين كمان برضو ممكتوب أوكرانيا في شخصين حيروح أوكرانيا بس مهم كاتبين مين الأسماء حاولوا تكتبوا الأسماء عشان نعرف الأسماء والهدف الأساسي من هذا المشروع اللي احنا فيه الآن إن احنا نبن نتعرف على الأسماء تمام نبن نتعرف عليكم نعرف أسماءكم تمام فاطمة حتكون في المالديف جميل جدا وعندنا أيضا هنا عندنا هنا في النرويج أستاذ صالحة جميل جدا أستاذ صالحة بالتوفيق إن شاء الله وعندنا هنا فرنسا الخالدي حليم الخالدي جميل وعندنا أيضا هنا فيه ثلاثة أشخاص في نورة راحة سويسرا نورة زهراني وعندنا أيضا الأستاذ أو الأستاذة حسب ما كتب اسمه الأستاذة فاطمة برضو راحة سويسرا جميل جدا والأستاذة خلود سويسرا جميل جدا لا حد يجلسها لا حد يجلس حلو لا فيه ناس ولا فيه ناس جالسة في البلد طيب حلو من جالس فيه ناس رايحة أبهى وفيه ناس آمل رايحة أبهى تمام وفيه عندنا الكويت جميل جدا فيه مصر وفيه القاهرة فيه ناس يبطلح المصر جميل جميل جدا جميل جدا لحنا ب walks climbing جميل جدا الصوت تعبان ولا الصوت الصoirتي تعبان فيه فرق بين الصوت تعبان و الصوت تعبان أنا بنيعرف الصوت ما في الصوت لا والله فيه صوت مرفوع الصوت حتى الصوت مرفوع هذا اللي أعرف حتى أنا بأستمع إلى نفسي انا سامع لنفسي. سادة نوها تفضلي عندك المايك. اه رقت يدها طيب. كان في احد عنده اي سؤال او اي سبسار يقدر يرفع يده. تمام جميل. العدد يعني تلاتمية فالمفترض انه يعني يكون عندنا الخريطة مليانة يعني. ايوه كده. ماحد بيروح الشرق اسيا هنا ما في احد. ما حد رايح ولا استراليا. في استراليا في رحلات لأستراليا في رحلات لامريكا في ما حد يبيروها. كل اوروبا. جميل. جميل جدا. جميل جدا. ثوريا. كده زخراء. جميل. في بولندا. استادة سمية عبدالواحد بولندا. جميل جدا. استادة غادة رايحة المانيا. بالسلامة. وفي واحد هارب الى هولندا. بس ما يبقى يكتب اسمه. عدا ما يكتب اسمه هذا شارد يعني. كيف يتم التحديد في الخريطة نضغط على الزايد هذا الى فوق. في الخريطة هنا في اليمين. ثم نكتب المكان الذي ترغب انك تضغى. تذهب اليه. في انتي بغى تحب تروح. في انتي بغى تذهب اليه. المكان اللي تبقى تروح فيه. طيب خلينا خلينا برضو. خلينا دقيقة خلينا نمسح دي. نمسح مرة تانية. تجربة اخيرة معليش تجربة اخيرة. ناين ثري ايت سيكس. اوكي. يلا الان نضغط مرة تانية على الزايد. وانا ساكن في مكة. في بطحاء قريش. يلا كل احد يكتب فين ساكن. بدون اسم. يلا بدون اسم. بس نبقى نشوف فين. فين اغلب الناس اللي حاضرين. يلا. لا نكتب نختار المكان اللي انت ساكن فيه. نبغى نختار المكان اللي انت ساكن فيه. يلا نشوف اكثر مكان انتو جاي من. اكيد القنفدة يعني. بس يعني. نبغى نشوف فين في القنفدة برضو. يعني هنا القنفدة ها. هنا موجودة القنفدة. تمام. ونبغى نشوف فين اكثر الماكن يعني. كما العدد هيكون هنا. هنا شوف اتنين فقط. تمام. فيه في جميل. ايوه. زي كده. نبغى نبغى المنطقة هادي. نبغى المنطقة هادي تصير خضرة كده وتصير ازرق يعني. ها. بس اكتب بدون الاسم ترى بدون الاسم. بس المنطقة اللي انت منها. كل واحد اكتب المنطقة اللي هو منها. يمين. تفضل يا استاد حسين عندك المايك. حسين تفضل يعطيه نقول له آآ نقول له كده. تفضل يا استاد حسين. تقدر تفتح المايك وتسألنا سؤال. وايضا في الاستادة شروق رافع يدها. حسين. عندك سؤال استاد حسين. تمام. طيب. بس هم كانوا رافعين الدون كده بس بالخطأ. ما في مشكلة. تمام. حلو جميل. ها كما العدد. ايوه كده احنا نبغى بهذا الشكل كده نبغى. نبغى التكتل السكان بهذا الشكل. شايفين كيف. عرفنا الآن انه العدد ما شاء الله تبارك الله جميل جدا. والاغلبية من القنفدة. في طبعا القرى القريبة منها. في مخوة وفي من وادي الحليوة. وفي اهلاها ذهبات حقون اول. تمام. فجميل جدا انه كنت نتميز كده ونشوف كم العدد اللي موجود. جميل جدا. جميل جدا. رائع. جزاكم الله خير. شكرا على المشاركة الجميلة هذه. جزاكم الله خير. المضيلف جميل جميل. حلو. اذا نرجع لموضوعنا. نرجع مرتاني لموضوعنا. تمام طيب. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. اذا في بداية اللقاء نقول ما هو جوجل فورم. ايش هو نموذج جوجل. هو اداء او تطبيق يستخدم لجمع البيانات بطريقة الكترونية. ونحولها هذه البيانات الى جدول اكسل انيق. السبب انتشاره سهولة التصميم وسهولة جمع البيانات. هذا السبب الوحيد اللي خلى جوجل فورم هو رقم واحد في العالم. بعدين لما بدأنا للمدارس جانا جوجل او جانا ميكروسوفت فورم. نماذج ميكروسوفت. او في البداية هو كان جوجل فورم هو رقم واحد. بعدين الان صار في نماذج ميكروسوفت. وهي قريبة من بعضها. ما في اختلاف كثير. لكن جوجل فورم هي الاكثر. طبعا الاكثر مو فقط انها هي كثيرة للاستخدام. لا. هي ايضا انها جميلة جدا انها ترى مستخدمة بهذا الشكل وسهلة وبسيطة. البساطة هي اهم حاجة في الموضوع. اهم شيء في الموضوع. خاصية من خصائص محررة المستندات اللي موجودة. في جوجل درايف. احنا نتكلم على جوجل درايف وهو جوجل هذا يعتبر خدمة سحابية. بمجرد ما تعمل حساب في جيميل. حيعطيك خمسة عشر جيجا مجانية. خمسة عشر جيجا زي اللي احنا نعملها اللي هو هذا الفلاش مموري هذا. زي هذا. هذا فلاش مموري صح يا شباب. كاتبين عليه اتنين وثلاثين جيجا. هذا اتنين وثلاثين جيجا. هذه المساحة محطوطة لك مجانية على شبكة الانترنت خمسة عشر جيجا. بمجرد انك انت تقوم بصناعة جيميل. بس اضيف جيميل بيديك هذه مجانة. تمام؟ هذه هذه ملموسة. الخمسة عشر اللي هو يعطيك هي ليست ملموسة. تمام؟ تسمى سحابية كلاود. تمام؟ وطبعا احنا نستخدم هذه البياستبيانات. لماذا نستخدم الاستبيانات؟ اكتبولي ليش تستخدم الاستبيانات هذه؟ في ايش ممكن انا ارسل الورقة هذه؟ النموذج هذا ارسله عشان ايش؟ اكتبولي او بالمايك ها؟ اكتبو او بالمايك زي ما تحبوها. جمع بيانات. نقل بيانات. احصائيات جميل جدا. احصائيات غير كده. مسابقات. ايوا. اسئلة للرأي تقدر انت ترسل بياناتك. ترسل رابط نستمع بيه رأيي للناس. تمام؟ عندنا قاعة فيها حوالي ثلاثين قرصي. نبغى ثلاثين مقعد من خلال الهادي. هنشوف كيف نسوي نموذج لجوجل. كل واحد يدخل يسحب مقعد. كل واحد يدخل يسحب مقعد. بعد ما يخلص ثلاثين مقعد خلاص انتهى الموضوع. بعد انا اقول للناس ارسلوا بياناتكم. زي ما احنا الان سوينا في اللقاء ده. رسلنا نموذج للناس. قلنا لهم سجلوا بياناتكم. جاتنا كمية كبيرة من البيانات. اضطرنا ان نفتح قاعة بالف عشان نجيب الناس. تمام؟ فاذا كان عندك المكان محدود. تقدر تسوي نموذج على قد المكان المحدود. كل ما دخل شخص يسحب مكان. كل ما دخل شخص يسحب مكان يسمى choice eliminator. اللي هو منقص الاختيارات. مزيل الاختيارات. مزيل الاختيارات. فهذا جميل جدا. فهذا من ضمن الحاجات اللي حنشوفها مع بعض. مميزات البرنامج. امكانيات ارسال النموذج عن طريق البريد. متابعة النتيجة واستلامها تلقائيا بلمح البصر. يعني يكون مدير التعليم جالس في مكتبه. يرسل الرابط لعشرين مشرف للمدارس. يروحوا للمدارس. يعبوا البيانات. يرسلوها بضغط الزر الساعة سبعة وربع. مدير التعليم هو جالس بيشاهد بيانات الطلاب والمعلمين. وعدد الحضور وعدد الغياب في المدارس. وهو جالس في مكتبه. مظبوط كده. هذه احد الفوائد اللي ممكن نستخدمها في بيانات جوجل. اللقاء مسجل وحينزل على القناة الخاصة بالإخوة الموجودين في المنظمين. إن شاء الله بإذن الله تعالى. حينزل عندكم. وإن شاء الله أخذ منهم برضو النسخة. وننزلها في قناتي على اليوتيوب. تمام؟ عمل جميع عمليات الحسابية. يعني نقدر نعمل بها حسابية. نطبق القوالب الموجودة. الحصول على ملخص بنتائج سريعة. وفي حاجة الآن جديدة. إذا في وقت عندنا كده في الأخير. نوريكم هي اللي هي جوجل داتا. جوجل داتا استيديو. إنه كيف أنت تأخذ هذه البيانات وتسويها داشبورد. داشبورد هي لوحة البيانات. إذا ذلك ذكروا. ما حد ينسى. أكيد. ما أبغالي يقول أن تتذكروا. ما حد ينسى لوحة البيانات التي كانت تظهر أيام كورونا. عدد المصابين. وعدد الأسرة. وعدد المتعافين. فكرينها اللوحة ديك. هديك اسمها داشبورد. تقدر أنت بنموذج جوجل. تسوي نفس الداشبورد لوحة البيانات. وتكون أمامك في القاعة. في الأسياب. في المكان. في المعمل. في أي مكان. وأنت تتابع هذه البيانات. من ضمنها اللي قلنا الاستخدامات. نماذج تسجيل. استطلاع رأي. اختبارات. جمع بيانات. إنهاء حصة. جمع واجبات. وممكن ناخد آراء الطلاب في موضوع ما. أنواع اللي لموجودة متوفرة. إجابة قصيرة. فقرة. اختيارة متعدد. مربعات. اختيارات قائمة منسدلة. تحميل ملف. من قياس خطي. شبكة متعددة وشبكة متربعة. طبعا أنا حتكلم الكلام هذا. لكن إذا لم نطبق الكلام هذا. كأني أتكلم كلام كده في الهواء. فيجب عليكم إنكم إجابة طويلة اللي هي اسمها فقرة. هي صحيح. إجابة طويلة يا فقرة. تمام؟ فلازم نطبق مع بعض يا أخوان. الله يرضى عليكم. حاولوا من الآن اللي نقدم العشاء. ونحن نوقف في العشاء شوية. نصلي العشاء ونكمل. فحاولوا قدر المستطاع إنه يكون معاك لابتوب. لو لم تمتلك لابتوب. أقل لها يكون عندك ورقة. وقلم. وكاسة الشاهي. والماء. وتكون جالس معانا. تسجل البيانات اللي احنا نقولها. وتسجل الأوراق والحاجات اللي موجودة عندنا. تمام؟ خير. آآ خلينا نروح كده على المحادثات هنا. كده نقول كده المحادثات. تمام؟ في ملف. أحاول في المحادثات أرسلكم الملف. وبعده برضو بعد الصلاة برضو أحاول إني إيش؟ إني أجمع لكم البيانات اللي موجودة. تمام؟ شوف كده بس ما هو راضي يفق. شوف كده بعد الصلاة إن شاء الله رسلكم الملف اللي موجود عندكم هذا اللي بشرح منه. طيب إذن التحدي الأول أو النشاط الأول اللي هو التسجيل في حساب جيميل. إذن إحنا نحتاج هنا نسجل في جيميل ونشوف كيف ممكن نسجل في جيميل. يعني نبدأ نسجل ونبدأ نروح على إيش؟ نروح على الواجبة والحاجة اللي إحنا نبقى نتكلم عليها. نضغط هنا زايد كده. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يجعني إن شاء الله. صوت واضح. الصوت واضح إن شاء الله. ما دعني يشبه لكن دحنا هحاول أحلها بعد الصلاة. أحاول أحل المشكلة بعد الصلاة إن شاء الله. تمام؟ طيب. إذن أول حاجة هنسجل في جيميل. وطبعا يكون حساب أنا هنا موجود في جوجل. يكون الحساب هنا موجود بهذا الشكل. فحاولوا تعملوا تسجيل دخول لحسابك في جوجل. هذه الخطوة الأولى اللي موجودة في آآ المطلوبة مننا يعني. فالمفترض إن إحنا أول حاجة نسجل في الموقع ونشوف كيف إحنا نكون مسجلين في الموقع. صوت واضح. الصوت واضح. حتى عندي الصوت واضح. سمعكم صوتي هذا الجهاز اللي جنبي ها. هذا الجهاز اللي جنبي. سلام عليكم. هذا صوتي سامعين. في اللابتوب الثاني اللي جنبي. فالصوت واضح. فإلا عنده مشكلة في الصوت يبغالوا إنه ايش يحل المشكلة. حاولوا تسجلوا الآن في الموقع داخلين من الجوال. كيف سجل الحضور والله ما أدري. ده حين دي اخوة يشوف كيف حل التفجيل. تفجيل الحضور ما إلى ذلك. حن نشوف تحين بعدين. من السماء فيش الآن لا ورقات حضور ولا شيء. تمام. فإحنا أول حاجة نسجل حسابنا اللي موجود ونشوف جوجل هذا اللي موجود أمامنا. من ضمن الحاجات اللي موجودة. نذهب إلى الشبكة فوق في الأعلى ونختار جوجل درايد. يميل جدا. يا السلام. فتحنا الحساب على الجيميل. ومن ضمن الحاجات اللي موجودة فوق الجيميل. نضغط على الشبكة هذه اللي موجودة. ونضغط على جوجل درايف. هذه الخطوة الأولى. أو هذه خطوة ممكن تكون واحدة الخطوات. في ثانية خطوة ثانية أنك انت تكون هنا مثلا في الجيميل. أو في 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 المتصفح فوق. وفي الأعلى تكتب على طول. درايف دي ار اي في اي. بالانجليزي طبعا. دي ار اي في اي دوت جوجل دوت كوم. حيوديك على طول على حسابك في الجيميل في الدرايف. فكلها طريقتين صحيحة وما نختلف عليها. ناخد جولة سريعة في درايف عشان بس نتعرف على الدرايف لأنه حنشتغل عليه. وحنشتغل على الحاجات اللي موجودة في الدرايف. فضروري جدا نعرف ما هو درايف. فالدرايف عندنا هنا يا اخوان. هو عبارة عن نموذج. الدرايف هنا عندنا هو عبارة عن اه زي ما قلنا خدمة سحابية موجودة. هذه الصفحة الرئيسية. هنا فوق لو انت تبحث عن نموذج من اول تبغى. حتكتب اسم النموذج حيظهر لك. فانت تقول مثلا اه كشف بيانات بالعربي. كشف اسماء. هيطلع لك اهو. مهارات الكشف المبكر. كشف البيانات. اسماء. اختبار بعضي اختبار قبلي. يظهر لك النموذج هنا فوق. ان كان بتبحث عن النموذج من النماذج. اذا تبقى تصفية تقدر تصفي البيانات اللي فوق. وتقول انا فقط احتاج انه ابغى ابغى فقط النوع اللي يظهر لي هنا فوق. انه يكون من نوع النماذج. ونقول له موافق حفظ. فيظهر لي فقط النماذج اللي انا صممتها. شوف هذي كلها نماذجي اللي موجودة في جوجل درايف عندي. يا ساتر. اللهم اصلي عندي. ماشاء الله. تمام? فهذي الفلتر اللي فوق. ضروري نعرف الفلتر اللي فوق. هذا الفلتر اللي فوق هنا. شايفينه? نختار النوع اللي احنا نبغى. تبغى مثلا بي دي اف بتدور بتبحث في جوجل درايف عن ملف بي دي اف انت عندك من اول حفظته. تضغط على بي دي اف وتقول موافق حسنا. سيظهر لك جميع الملفات البي دي اف الا موجودة في حسابك. تمام? الا موجودة في درايف الخاص فيك في متصفحك. تمام? هذي كده تقريبا جوجل درايف او الحاجات اللي موجودة عندنا فوق. هذا خلصنا منا كده فوق. عندنا هنا برضو في الاعلى الاعدادات. لا ننسى الاعدادات ضروري نشوفها. هذا هي مكتوبة الاعدادات فوق. الترس اللي موجود فوق تضغط على الاعدادات. عشان فقط تعرف انه انت يمديك تشتري مساحة. انا خلاص خلصت الخمسة عشر جيجا. الان خلاص وصلت باقي لي خمسة وتسعين في المية منها. خلاص يعني على النهائي. فلازم الحق اشتري اشتري نسخة. عندك هنا اللغة وهذا اللي يهمنا انك انت تقدر تغير اعدادات اللغة تخليها من عربي الى انجليزي. فالبعض يحتاج انه يعرف اللغة. فيقدر يغير اللغة من فين يغيرها من من العلامة اللي فوق في الاعلى. انت ضروري نعرف من فين يغير اعدادات اللغة الخاصة بالدرايف. نتكلم على الدرايف. احنا نتكلم على الدرايف. هنا فوق ملفاتي. تمام? نرجع مرة تانية من فوق من الترس. ثم الاعدادات. ثم بعد كده ننزل تحت نلاقي مكتوب اللغة. عشان انا اللغة اللي عندي مكتوبة بالعربي. فالبعض يكون عنده ممكن بالانجليزي. فيبغي يعرف كيف يحل المشكلة هذه. فهذه طريقة حل المشكلة. طيب. عندنا في اليمين هنا. عندنا في اليمين هنا. ملفاتي. اجهزة المربوطة بالحساب ده. تمت مشاركتها معي. تمت مشاركتها معي. اي شخص يرسل لك رابط في الواتساب او في التليجرام يقول لك رابط جوجل درايف في جميع الاسئلة الخاصة اه لعام الف وربعمية وخمسة وعشرين ما اربع اربعين. فانت بتضغط على الرابط هذا هو ينزل هنا. ينزل فيه. تمت مشاركتها معي. شانت تعرف ايش يعني تمت مشاركتها معي. فتضغط على تمت مشاركتها معي. هتلاقي كل الملفات التي لا تمتلكها. يعني دي مهم امتلاكاتي. هذه الناس رسلوا لهي. يعني هذا الملف ايش مكتوب? خلفيات مناسبة لعناوين مختلفة. تمانين. اضغط عليها دابل كليك. هذا الدرايف هو صاحب الشخص اعطاني الاحقية اني اشوف الخلفيات اللي موجودة والاشياء الا موجودة هنا. تمام? وضحت الفكرة. فهذه ايش? من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعرف تمت مشاركتها معي. هي عبارة عن مجلدات ليست ملكك. لكنها تمت مشاركتها معك. عشان تعرف ايش بتسوي فيها. تمام? طيب. لو جينا على برضو ملفاتي. هنضغط هنا على السهم اليمين. حينفتح القائم المنسدلة هذه اللي هي المجلدات. المجلدات اللي موجودة عندك. هذه المجلدات موجودة عندي في داخل مجلد الخاص بجوجل درايف. فلو انت الان بتشتغل في مكان ما. لو انت بتشتغل في اي وظيفة في العمل عندك. تمام؟ في اي وظيفة في اي دائرة حكومية في أي دائرة أو أي قسم في التعليم. هتوضط على جوجل على الجديد وتقول مجلد جديد. المجلد الجديد هذا تسميه لأنه هنسوي نموذج. فالأفضل أنك انت ماتر من نموذج كده في جوجل درايف يكون من تعرف في الراح هو أصلا. تمام؟ لازم أنك تصنفه وتخزنه في مجلد عشان تعرف فين المجلد هذا راح. فنيجي نقول مثلا المجلد هذا اسمه نقول أنه اسمه تعليم القنفدة على سبيل المثال. نقول موافق أنشاءنا إحنا مجلد باسم تعليم القنفدة شوفوا هنا في اليمين. أضغط عليه ماوس يمين. تجيني هنا حاجة اسمه تغيير الألوان وأميز بلون الأصفر يصير أنا كده هنا جالس في جوجل درايف قاعد أدور أبحث عن لون أصفر عشان أميز اللون اللي أنا أبغى. آه هذا هو تعليم القنفدة لون أصفر وضحة الفكرة أو أعيدها وضحة الفكرة يا شباب أكتبوا لي وضح الفكرة عشان أعرف تمام معايا طيب إن شاء الله بس واضح معكم. واضح طيب الحمد لله. إذاك الله خير يا أستاذ الله يحفظك أستاذ قادر أحمد قادر شكرا يا أستاذ أحمد تمام؟ فهذا هو المجلد اللي سوينا هنا الآن كده نعمل دبل كليك عليه سوينا مجلد وصنعنا مجلد في داخل جوجل درايف بعد كده لما ندخل على الجديد هذه العلامة الجديدة حنلاقي الأربعة البرامج الخاصة بجوجل يعني جوجل عنده أربع برامج خاصة فيه في الدرايف هذا المستندات اللي هو البديل للورد الجداول البديل لجدوء للإكسل والعروضة التقديمية جوجل سلايد اللي هو البديل للباوربوينت والنماذج اللي هو ما له البديل هناك في جوجل لكن هذا هو اللي موجود نماذج جوجل قبل ما نروح على النماذج عندك المزيد هنا تضغط على المزيد حتلاقي فيه برامج جميلة جدا لا تحرم نفسك من أنك تضيفها فيه برامج برضو حلوة وجميلة زي مثلا دايجرام اللي هو كيف تسوي خرائط معرفية فيه عندك بلانر خطط فيه عندك جامبورد السبورة البيضاء فيه أشياء كثيرة تقدر أنت تربطها فهذه من ضمن الإيش من ضمن الحاجات المجانية اللي موجودة تقدر تستخدمها تمام طيب نضغط على نماذج الآن من اليمين ونلاقي على طول أعطانا نموذج فارغ لأن إحنا وصلنا هنا بطريقة بسيطة جدا في بناء نموذج فارغ نشوف النموذج ونشوف الخصائص اللي موجودة في النموذج لنشتغل عليه فنرجع مرة تانية نضغط كده خروج وجابه هو هنا موجود في المجلد حق اللي اسمه تعليم القنفدة فنجي نضغط عليه كده وماوس يمين ونعمله حذف إزالة مرة تانية عشان أبغى عيد بس عشان أبغى عيد أنا الآن في ملفاتي أضغط على جديد وأنشئ مجلد جديد أسميه تعليم القنفدة أسميه تعليم أسميه إدارة أسميه إلا أبغى أضغط على المجلد في داخل المجلد هذا أعمل جديد ثم أضغط على نموذج هنا نموذج اللي هو النماذج بدل المستندات أختار نموذج سيظهر لي على طول النموذج اللي هشتغل عليه وهو هنا قد عمل نسخة منه شوفه هذا هو اللي انت شغال عليه أشي أنا هعاول إني أشرح على قدر المستطاع عشان تكون الفكرة واضحة وجميلة طيب لما نجي الآن هنا عند النموذج نشوف القائمة أو الصفحة الرئيسية هذه اللي موجودة في النموذج إيش في موجود في النموذج هنا يا شباب مين يقدر يكتب لنا إيش ما يموجود أو مين يقدر بالمايك يشرح لنا إيش اللي موجود أبغى واحد يشرح معايا يلا أرفع يدك إن كان عندك الاستطاع إنك تشرح الحاجات اللي موجودة في البرنامج يلا مين يستطيع إنه يرفع يده ويشرح لنا إلا موجود في الشاشة أستاذ حليمة ذاك الله خير أستاذ حليمة تفضلي أستاذ لو سمحت الشيطات بس مقفل عندي لا مفتوح للجميع الشيط مقفل لما نأضغى أسألة أو استفسيري أحصل الشيط مقفل معاليش أضغط عليه مرة ثانية موجود مكتوب كل الجميع بيستطيعوا يكتبو مقفل مقفل معاليش حاولي مرة ثانية بالجوال أنت ولا بالكمبيوتر لا بالجوال كمان طيب أضغط على الصورة اللي تحت حقة المحادثات حتلاقي مفتوحة أستاذ نوها تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الآن هذا نموذج ممكن نستخدمه في النموذج مثلا أو جمع بيانات أو كرابط مثلا في الأسفل نبدأ في سيغة الأسئلة الأسئلة عبارة ممتاز جميل هنا نكتب الأسئلة فأل أول عندنا خيارات متعددة سواء كانت إجابة قصيرة لا بس أنا بقى بس الشاشة الرئيسية بس الشاشة الرئيسية هذا إيش اللي موجود هنا في المنتصفة ثلاثة الكلمات الأسئلة والردود والإعدادات هنا نسوي الأسئلة هنا نصنع أسئلة وهنا إيش الردود أنتظر الردود أنتظر الردود الناس وأقدر أوقدس الردود عشان لا يقدروا يزعجوني هذا تمام وبعدين عندنا الإعدادات اللي هي إعدادات النموذج يعني أنا عشان أسوي أسئلة تحكمي نعم يا سلام عليك يعني هنا الآن النموذج هذا عبارة عن نموذج جمع بيانات إذا أبغى أسوي أسئلة لطلاب لازم أجعل الإعدادات وأقول جعل هذا اختبار جعل هذا اختبار عشان يطلعه أيوة في بغضة بكل الأسئلة الزميع يعني يكون عندها على محمراء يا سلام جميل عشان الله تبارك الله أحفتح الله عليك الله يحفظك ذاك الله خير يا أستاذ نوه ذاك الله خير الله يحفظك شكرا حياك الله أستاذ هبة تفضلي أستاذ هبة رافع عندها تمام جميل كل اللي يظهر معاينة بالدقيقة وهذه العبارة أتوقع في مشكلة في حسابك بس شغال هو الانترنت وشغال كل شيء يعني كم بتتكلمي معنا بتتكلمي معنا بعد طريقة ناصر الحسين أستاذ الحسن صح الحسن ناصر أستاذ الحسن الناصر ايه كل شيء واضح طيب الحمد لله طيب اللي عنده أي سؤال أي واستفسار يقدر يرفع يده ونيستمع منه ونأخذ منه لا دي أنا أقول إيش يلا اللي عنده سؤال يرفع يده عشان نسمع السؤال وإن كان عنده سؤال طيب نرجع مرة ثانية ننكمل لازم كده نسمع شوية ونرجع نكمل نسمع شوية لو أنا قعدت أشرح طوال الوقت ترى بالتوه وماعد هكمل أنا وبعدين هتصير مشكلة فخلينا كده نركز خطوة بخطوة الله يرضى عليكم معايا خطوة بخطوة خلاص الآن أول حاجة أول حاجة نجي نعمل نموذج النموذج هاي نقول بيانات الموظفين حلو؟ نبغى نقول بيانات الموظفين إحنا عندنا إحنا هنأخذ دحين تقريبا كم نموذج يعني كم مشروع فاستحملونا عشان نتعلم استحملوا عشان نتعلم بس فذهبة تفضلي عندك سؤال رافع يدك فذهبة تفضلي طيب 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 إذن هذه النموذج عندنا فحنأخذ بيان إلا هو إسمه أيش قلنا بيان الموظفين بيانات الموظفين الموظفين حلو؟ هذه أول خطوة بعد ما كتبت الاسم هنا أعمل له اختيار كده بس أختاره واجه أضع الماوس هنا ينقل الاسم هنا فسار اسم الملف اسمه بيانات الموظفين جميل جدا إذن كده إحنا عرفنا أنه هذا البيان هيكون للموظفين وهذا اسمه هنا سار اسمه بيان الموظفين تسمى اسم الملف بيانات الموظفين طيب دائما نكتب وصف للنموذج الوصف اللي هو لماذا هذا النموذج فنقول فنقول نكتب هنا نقول اللي هو فنقول هنا عزيزي الموظف عزيزي الموظف نرجو منك كتابة أو سرعة كتابة دائما سرعة ما فيه أعطف شيء أي شيء ببساطة سرعة تعبئة ال تعبئة البيانات دائما كده كل شيء بسرعة طيب بعدين نجي هنا إذا أنت عندك مثلا مقطع فيديو توضح لهم طريقة التسجيل هنا هل نروح كده مثلا هنا نجي نقول الفيديوهات ونجي نقول طريقة التسجيل في الموقع مثلا هنا نقول مثلا طريقة تركيب شاشتين مثلا ناخد الفيديو هذا كيف تركيب شاشتين مثلا هذا كيف تركيب شاشتين فناخد الرابط حق المشاركة وناخد الرابط نقول له نسخ تمام ناخد نسخ الرابط ثم نأتي هنا ونجيب فيديو إضافة فيديو ونضع اليوتيوب هنا ونقول بح يظهر لنا الرابط هذا حق الفيديو نقول له تحديد إذن البيانات هنا طبعا في المنتصف كده نحط توسيط إذن في بداية بيانات الموظف ثم سؤال توضيحي للموظف إنه هذا دروري إنك أنت تسجل بياناتك بعدين نضع لهم فيديو نوريهم إيش الحاجات المطلوبة أنا بتكلم على المفترض اللي يصير لكن اللي بيحصل غير أنا بابتكلم على ما يحدث أنا بتكلم على المفترض الوضع الافتراضي إنه أي شخص يرسل لنا رابط أي إدارة تعليم أي إدارة إشراف أي إدارة إسم من الأقسام أي إدارة تدريب أي أحد يرسل لي رابط يقول لي لو سمحت عبي بياناتك يرسل لي مقطع فيديو يشرح لي هذه الفكرة إيش هي وليش أنا بقى عبي بياناتي وليش أنا بقى أحدث بياناتي مطبوط كده خلصنا من الفقرة الأولى خطوة لبعدها نجي نضع هنا نضغط على نضغط على سؤال السؤال الأول دائما الإيميل أو الإسم ومجرد ما تكتب الإسم هو في ذكاء استناعي يعرف أنه هذا سؤال فيضعه قصير الإجابة إذن الإجابة قصيرة الإجابة القصيرة نضبوط إجابة قصيرة بعدين عندنا هنا في حاجة يسمى مطلوب عشان ما يعدي السؤال دا إلى أن يكتب إيش يكتب السؤال وبعدين نكتب اسمه لازم يكتب اسم وبعدين نعدي طيب بعدين نجي نقول ألامة الضغط هذا على الزيت سؤال مرة ثانية السؤال الثاني السجل المدني جرد ما كتبت السجل المدني يعرف أنها إجابة قصيرة في برضو حاجة نريد أن نتعلمها إلا هو اسمها validation فاليديشن يعني نبغى يكون حاجة معين نضغط على الثلاثة النقاط هنا ونجي نقول التحقق من صحة الرد يعني الآن لما أنا أجي أنا أقول كده إرسال ونأخذ الرابط كده الآن خلينا نجرب بس نأخذ الرابط كده نقوله نسخ تمام شوف معايا الآن أجي هنا وضع الرابط خارج عشان بس نشوف النموذج عديش صار فيه إلا صار فيه الآن صار فيه الاسم فأنا أقدر أكتب زد أو أكتب زكي خلاص أجي عند البيانات هنا أقدر أكتب زكي في السجل المدني كتبت زكي ما ينفع أنا أبغى أكتب لي أرقام عشان في النهاية أقدر أجمع أجمع البيانات صحيحة طيب إيش أسوي أنا أرجع مرتاني هنا للنموذج وأضغط عند السجل المدني على الثلاثة النقاط ثم التحقق من صحة الرد إنه لازم يكون رقم ويكون أكثر من عشرة أرقام أقل من تسعة أرقام ما يقبل حلو؟ الآن لما أرجع للنموذج أقفله وأجي أخذ إرسال مرة تانية عشان نعمل ريفريش مرة تانية نأخذ حاجة جديدة نقصر الرابط ننسخه ثم نقفله نفتح ففحة جديدة نرسق الرابط في مكان ما هذا النموذج الآن لما أجي عند رقم السجل هنا وأجي أكتب زكي ما يقبل يقول لي ترى خطأ شوف في الإرسال يقول لي خطأ ليه خطأ؟ لأنه يقول لي يجب أن تكون قيمة أكثر من عشرة أرقام هذه اللي إحنا نبغى نصل إليها نبغى نصل إلى هذه المعلومة مهمة جدا تمام؟ فلازم يكون عشرة أرقام بالسجل المدني كيف؟ ليه ممكن نعرف السبب إنه ما يأخذ أكثر من عشرة أرقام لازم نعرف إنه هذا عشرة أرقام عشان السجل المدني عشرة أرقام فنكتب واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة لو جينا أرسلنا النموذج خلاص يوافق معي خلاص؟ أقل من عشرة وأكثر من عشرة زي ما أنت تبغاها يعني؟ مضبط؟ إذن هذه اسمها التحقق من الصيغة طيب خطوة لبعدها أنا دائما أفضل إني أعمل قسم ليش أعمل قسم يا شباب؟ ليش أعمل قسم؟ عشان أقول لكم ليش؟ الآن لما أجي للنموذج مرة تانية نشغلوا كده نقولوا أوكي لما أجي للنموذج الآن واجي أرسل البيانات ألاقي مكتوب هنا أكتب الإسم بعدين أكتب السجل بعدين التالي ليش أبا التالي؟ عشان أبغى أخذ منه بيانات ثانية أبغى أسأله أبغى أعطي منه معلومات أخرى فعادة ما ينفع أنك أنت تضع الإسم والسؤال وإلا بيرسل إلا بيجينا إلا بيجينا أنا أتكلم على ما يأتي إلينا أن ما يجي اللي إحنا بنشوفها المعاناة اللي إحنا بنعانيها إنه يجيني سؤال أو يجيني نموذج مكتوب بيانات الموظفين لا في فيديو ولا في كلمة سلام عليكم ولا في ترحيب ولا في أي حاجة في فقط الإسم السجل المدني الجوال الإيميل الإدارة الوظيفة رقم الوظيفة العمل إرسال ليش كده المفترض تكون مرتبة بالطريقة الصحيحة لازم تكون مرتبة بالطريقة الصحيحة فإحنا نشوف إنه إحنا عندنا طريقة صحيحة للعمل اللي إحنا هنشتغل عليه تمام فلازم تكون بالطريقة الصحيحة اللي إحنا نبغى نشتغل عليه ويكون رائع جدا النموذج ممكن أي نموذج نخلص منه أخذنا منه الآن الإسم وأخذنا منه سجل المدني في الصفحة الثانية حنبدأ نقول له ترى إحنا نحتاج منك التالي عدد أيام الأسبوع حيكتبه الإجابة أو نقول له مثلا إجابة قصيرة طيب في حال إنه إحنا نبغى يختار خلينا نيجي هنا مثلا نرفع هذا السؤال هنا فوق نيجي هنا نقول له سؤال قبل القسم طبعا قبل القسم نبغى سؤال السؤال هذا دائما تسأله ولازم تسأله اللي هو السؤال اللي إحنا نبغى الشخص يختار ما أبغى يروح هذا يختار من رأسه تمام فنقول مثلا فئة فئة التعليم فئة التعليم هنا نقول بنين وهنا نقول إضافة اختيار بنات مضبوط إذن هو حيختار من قائمة ما أبغى يكتب لي فئة التعليم هنا قائمة منسدلة هنا اسمها قائمة منسدلة فلما نيجي هنا الموظف ونقول له لو سمحت عبي لنا النموذج هذا تمام يجي هنا يكتب الاسم ويجي يكتب السجل المدني بعدين يختار الفئة من قائمة منسدلة لأنه ممكن واحد يكتب لك بنين بالنون بالياء إنسى حرف إنسى شيء محدد فإحنا ما نبغى ينسى نبغى يكون واضح في اختياره يقول تعليم بنات تعليم بنين تعليم كده فئة التعليم مضبوط إذن ضروري إن إحنا نعمل هذه الحاجة ضرورية جدا طيب شايف أنا الشباب قاعدين يتكلموا ويطولوا الكلام هذا هو أنا ضائم عليش ال آي إن كي لينك في تمام؟ هذا هذا الرابط حق سلكم هو الآن هذا هو الرابط موجود عندكم في المحادثات لا تفعلوا كثير لا تقلقوا أنا موجود اتصال موجود كل شيء موجود هذا الرابط حق اللي موجود أمامكم هذا متجر الكتب تدخل عليه حتلاقي في كتب حتلاقي في حقائب تدريبية حتلاقي في هذه الأشياء لنا أتكلم عليها تمام؟ هذا المتجر هذا واحد ثانيا بعد كده حتلاقي فيه حاجة اسمه أكاديمية زكي فراش ثويت أكاديمية قبل شهر كده تقريبا حطت فيها برامج مجانية كله مجاني مفضل شيء بغاية كلها مجاني تقدر تتدرب على البرامج اللي موجودة براحتك بمزاجك وقت ما تبغى تمام؟ بعد كده عندك تواصل واتساب عندك قناة اليوتيوب هنا موجودة تضغط على القناة تلاقي موجودة القناة تمام؟ تعمل اشتراك ومدريش وما إلى ذلك عشان يوصلك الجديد فكلها عبارة عن أحيانا أضع محاضرات كده حتلاقي هنا مكتوبة أمامها بالساعات شوف زي كده هنا مثلا محاضرة هنا شوف هذه محاضرة كاملة عن مهارات المعلم الرقم اليوم الخامس حتلاقيها مكتوبة يوم كامل تمام؟ حتلاقي شروحات حتلاقي أشياء موجودة في القناة حقا اليوتيوب هذا واحد عندك القناة على التليجرام وفي حسابي على تويتر بس تويتر قفله له قبل يومين مدري شوية زعله علي بحذير حيفكو وهذا حساب الانستجرام خلاص إن شاء الله تكون واضحة الفكرة عندكم بإذن الله تعالى تمام؟ بإذن الله تعالى وفي أن كان أي سؤالة وأي استفسار جوالي إن شاء الله يكون موجود عندكم وسهل وبسيط إن كنت لما تضغط على كنترول شفت اس كنترول شفت اي كنترول شفت اي يا شباب في حال إنه أحد دخل عليه كنت كنت بتسوي حاجة حلوة وما تبغى يشوفها تضغط على اكس طفيته طيب كيف نرجع له مرة ثانية كنترول مع الشفت مع حرفة تي يفكر لك آخر حاجة انت كنت شغال عليها حلوة يا شباب آخر حاجة كنت شغال عليها تفضل يا سيدة صالحة سيدة صالحة رفع يدها تفضل يا سيدة صالحة صالحة الشمراني رفع يدك تفضلي كان في أي حد عنده سؤال يرفع يده نقدر نستمع على سؤاله طيب المايكات مفتوحة انتبوا يعني وحاولوا إنكم إن كان في حد عنده سؤال يفتح المايك ويتكلم لأنه أنا ما أحب أني أجلس أتكلم فقط في المحاضرات لوحدي أنا أحب الناس يتناقش معايا الدخول كده يمين عادي خش ما عندك أي مشكلة وتكلموا سلام عليكم ورحمة الله بركاته سلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية أستاذ بس بغيت الفيديو حضرتك اللي نزلته أنا بعرف كيف الطريقة لما نزلته من اليوتيوب أو من طيب نروح على اليوتيوب خطوة خطوة نروح على اليوتيوب معلش شاء الله سؤال يكون واضح لما تدخل تنصح الرابط وتفضل أهل ما نعرف غير اليوتيوب بعدين طول طول وانت ما تشرح تخرج وتقلع وتاخد الرابط هنا ما نعرف لا لا أنا لس بس أنا كنت بشرح سريع بس لسه ما كمنا هو لسه هو جاي في الموضوع كيف نرشو ننشر الرابط جاي هو بس أنا كده سريع عشان بس أبغى أشوف الفكرة كيف تكون ده حين أشرحها ما في مشكلة الله يعافيكي تمام طيب كيف ناخد الرابط مثلا احنا عندنا فيديو اي فيديو انت تتبقى تترسلوا للناس مثلا هذا الفيديو عندنا مثلا تمام هذا الفيديو على سبيل المثال نبغى نرسلوا للناس أو واحد فيديو كده قصير نبغى فيديو قصير تمام هنا فوق في الأعلى كده تمام هذا الفيديو نبغى نضعوا للناس في النموذج اللي هنرسلوا للناس تمام فنجي هنا في الأسفل ناخد شير مشاركة أو ناخد الرابط اللي فوق سواء اللي فوق في الأعلى أو ناخد هذا اللي تحت نضغط على مشاركنا فيظهر لي القوائم هذه الخاصة بالمشاركة هنعمل نسخ على ضغط على كلمة نسخ ننسخ الرابط هذا اللي موجود ونقفل خلاصا ما المنتاجه نروح الآن إلى النموذج ونجي عند الأسئلة هنا هنا الأسئلة هذا هو السؤال نجي هنا على فيديو نقول إدراج فيديو طبعا نعمله انفح الفيديو ده ونعمل إدراج فيديو هذا هو الفيديو هنا شوف العلامة من موجودة هو هنا عندك سؤال و倫isis وعندك هنا فقرة وعندك هنا كتابة وعندك هنا صورة وعندك هنا آ آ آ آ آ آ آ فيديو أحيانا ما نسوي الدورات يقوم يحطوا صورة الدورة هنا يحطوا صورة الدورة فهنا نحط مثلا صورة هنا الفيديو ونضغط على هذا الفيديو اللي هنا من فحده نعمل لسق كده نقول لسق ثم نقول له بحث يروح يبحث على مقطع اليوتيوب ويجيبه نختاره ثم نضغط على حفظ كده بيظهر لنا الفيديو طبعا يظهر الفيديو في اليسار فأنا أضغط على الثلاثة النقاط وأقول توسيط المحاذاة توسيط عشان أبغا يجي يمين يعني يجي كده في المنتصف بدلا ما يكون يمين أو يسار وما إلى ذلك تمام كده احنا حطينا الفيديو طيب بعدين كيف ناخد الرابط الخاص بالنموذج ونشاهد النموذج ونعدل ونشاهد النموذج ونعدل نضغط على إرسال فوق في الأعلى عندنا فوق في الأعلى إرسال نضغط فوق إرسال هنا من فوق من الأعلى تظهر لنا هذه القائمة نذهب إلى الخاصية هذه اللي هو الإرسال هنا الرابط علامة الرابط كان أول زمان ناخد هذا الرابط ونروح نوديه مكان نقصره لأنه شكله مرة كبير مخيف فجوجل أضافت الخدمة هذه هنا تضغط على تقصير الرابط يصير قصير جميل جدا تمام؟ نضغط على نسخ ونروح نفتحه في أي متصفح فاضي هذا المتصفح هنا نضغط موسمين ونلصق الرابط ونقول إنتر موافق سيفتح لك النموذج وتشاهده ضروري تشاهد النموذج عشان تعرف إنت بياناتك كيف رايحة وفين شغاله وكيف ماشي معاك وكيف النموذج شكله لازم تشاهد شكل النموذج ما ترسل للناس بدون ما تعرف الشكل حتى النموذج كيف موجوده وكيف كان طيب نكمل حديثنا أضفنا الآن القسبة الثاني وجيبنا هنا كم عدد أيام الأسبوع طبعا إحنا أضفنا هنا السؤال اللي هو اسمه قائمة منسدلة عشان بس نشوف أنواع الأسئلة فأضفنا قائمة منسدلة وقلنا إنها مطلوبة عشان نبغى يختار بنين أو بنات ثم بعد كده نقول عدد أيام الأسبوع تمام بعد كده نضيف سؤال تاني طبعا هذه إجابة قصيرة خلينا نختار مثلا عدد أيام الأسبوع نختار من قائمة مربع اختيار مربع اختيار عدد أيام الأسبوع سبعة بعدين ستة بعدين خمسة بعدين أربعة مثلا على سبيل المثال هذا بس مثال تمام بعدين نضيف سؤال كمان نضيف سؤال كمان السؤال اللي بعده هيكون من ضمن مربعات اختيار مربعات اختيار إنه هو يقدر يختار أكتر من إجابة نقول له مثلا ما هو ما هو رأيك في البرنامج فنيجي هنا نقول مثلا ممتاز رائع جيد أي مثلا تمام تمام طيب خلينا نروح الآن للنموذج مرة تانية نقول نضغط على إرسال هنا نقول له مثلا تنشيط الأسئلة تمام بعدين نجي نكتب الاسم بعدين نجي نكتب هنا النموذج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسعة بعدين نختار بنين بعدين نروح للصفحة الثانية حلو خلينا نشوفها الأنواع الأهلاً هذا النوع اللي هو اسمه اختيار شايفين تستطيع إنك تختار أكتر من اختيار شايف مطبوط إذن هذا ضرور إنك تعرف الفرق ما بينهم قائمة منسدلة واختيار لازم نعرف إنه هذا ترى يقدر يختار أكتر من إجابة الصل هذا مطلوب والصل هذا مطلوب تمام هذه القائمة المنسدلة اللي كانت أول وهذه مربع اختيار تمام مربع اختيار هنا مربع اختيار هنا نقول اختيار من متعدد غيرنا النوع طيب هنا نروح نشوف النوع مرة ثانية نشط النموذج نرجع مرة ثانية نقول له التالي ونيجي هنا شوف هذا الانثر اختيار الاختيار بمعنى يعني ما يختار كده واحدة منهم. اينما البوكس هذا المربع هنقدر ايش? نختار اكثر من اختيار. هذا الفرق بين المربعات وبين اختيار من متعدد. داك الله خير يا أستاذ علي. الله احفظك. كيف اضيف الصفحة الثانية? طيب الصفحة الثانية قلنا لما نيجي هنا نختار قسم. هذه اللي في الاخير. مكتوب اضافة قسم. اذا انا هنا فوق في الاعلى. هذه اضافة سؤال. هنا اضافة اراد اسئلة. اذا كانت انا عندي مجموعة من الاسئلة. يعني كأنه بنك اسئلة. ترى يتعامل معها كأنه بنك اسئلة. تمام? بعدين هنا اضافة عنوان ووصف للموضوع. بعدين عندني اضافة صورة. لو كان عندك دورة تدريبية. وتبغى الناس تسجل. هتحط صورة الدورة في الصفحة الاولى. تمام? بعد كده فيديو. لو انت عندك فيديو تشرح للناس طريقة تعبئة البيانات. هتحطها فيديو. والاخير اللي هو القسم انك انت تكسم الصفحة للبيانات. عشان احنا ما نبغى انه زي الاختبارات النهائية. دائما نقول انا ادرب المعلمين وانصحوا منه دائما في الاختبار. لما تجي تسوي اختبار للطلاب. خد البيانات. اسم الطالب. رقم السجل المدني. الفصل في صفحة. ثم بعد كده ضع قسم بعدين نحط الاسئلة. لا تضع الاسئلة وبيانات الطالب والسجل المدني. كلها في واحدة صفحة. ما ينفع. حرام. كده انت بتعذب وما بتسأل وما بتختبره. خليها في قسم ثاني. هذي اسمه قسم شايفينه؟ قسم ثاني. هذا اولا. لو جينا الان هنا. لو جينا الان هنا. واضفنا هنا. خلينا هنا. ونضيف قسم. تمام? هذا القسم الثالث. تمام? ونضيف سؤال. ونضيف سؤال. نقول. آآ كم عدد آآ اركان الاسلام? تمام? خمسة اربعة ثلاثة اثنين. تمام? بعدين نضيف سؤال تاني. اوريكم الفكرة بس. اباوريكم الفكرة. بعد كده نيسان نقول له. ما هي ما هي ما هي الوان علم السعودية? السؤال كده بس يعني هذا. العلم لونه اخضر. بعدين اصفر. بعدين ازرد. تمام? مثلا يعني مثلا. خلاص حطينا سؤالين هنا. وحطينا في القسم الثالث. الفكرة الآن هنا. اننا لما اجي اخذ البيانات من الموظفين. تمام? بمجرد انه اختار بنين او بنات هنا. نقول له لا احنا نبغى شروط. نبغى نعمل انتقال الى. شوفها مكتوبة. انتقال الى. بناء على الاجابة. فلو اختار بنين. حيتابع القسم. حيروح للقسم الثاني. لو اختار بنات. حيتابع القسم. الانتقال الى القسم الثالث. اذا انا بمجرد ما اجي اعمل السؤال هنا. واقول موافق. اعمل ريفرش كده. حط السؤال وحط الاجابة. لو انا اخترت بنات. حيوديني على طول على القسم الثالث. شوف. على طول وداني على اركان الاسلام. وداني على الوان العلم. لو رجعت هنا ورا. واخترت هنا بنين. اخترت هنا بنين. وقلت موافق. حيوديني على السؤال الثاني والثالث والرابع. اذا هذه بناء على الاسئلة. بدل ما تكتب تقول لهم مثلا اسمك تقول اسمك. رأيك رأيك. ما هو رأيك. تمام. فانت تقدر كده تقدر توظفها بطريقة جميلة وجذابة. نعم ممكن تختارها. في اي حاجة تقدر يا استاذ علي. ممكن هذه الطريقة تستخدم في الاداء الوظيفة. نعم في اي طريقة تقدر تستخدمها لأي طريقة. بس انا بقول لك يعني بناء على الاجابة. ان احنا دائما تجينا بيانات تطلب مننا البيانات بدون مراعاة لشعورنا. فهذه تعتبر لما انت تقول مثلا هنا في الاسئلة في الاسئلة هنا. تقدر بدلا ما تقول بنين وبنات تقول مثلا الادارة. ادارة التدريب. ادارة الاشراف. ادارة المدرسة. ادارة طلاب. ادارة مكتب الغرب. ادارة مكتب الشرق. بناء على الاختيار ده ينقلوا الى البيانات والقسم اللي نبقى. فتصير جميلة جدا ورائعة. مو كلنا نفس الاجابات. وبعدين في النهاية نقعد نفلترها ونقعد نبدلها. هذه هي الفكرة اللي نبقى وصل لها. طيب. اي سؤال اي استفسار كده واضح ان شاء الله باذن الله تعالى. مثل استبيان نعم. طيب سؤالي الان انا دوري اسعل. ما هي انواع الاسئلة اللي انا ممكن اضعها؟ ما هي انواع الاسئلة اللي انا ممكن اضعها؟ بس باقرة شوي عشان بس معكم. اختيار متعدد ارقام. لا انواع الاسئلة. نتكلم على انواع الاسئلة. قصيرة. اجابة قصيرة. طيبة. فقرة. قائمة منسدلة. جميل جدا. اسئلة اختيار من متعدد. قائمة منسدلة. تمام. صح وخطأ. نعم ممكن صح وخطأ اذا اختيار متعدد تحط صح وخطأ. تمام. طيب ايش بيقي. ماذا بقي من النماتج اللي احنا ما كتبناها. ايش بيقي باقي برضو ما اخترنا. باقي شبكة ايوة. وباقي مقال اللي هو صورة كبيرة. حالو. تمام جميل. وباقي رفع ملف. حالو. جميل. جميل. طيب. اذا هنا نضيف سؤال جديد. تمام. والسؤال هذا هنا فوق في الاعلى. نطلب منه رفع ملف. يا سلام. رفع ملف. تحميل ملف. اذا نتحميل الملف. نقول له متابعة. تمام. وهنا نقول صورة. بطاقة. الاحوال. حالو. هاي رفع لنا بطاقة الاحوال. هذه الفكرة اللي انا قلت عليها في البداية. انه ليش انا اعمله في مجلد هنا يا شباب. ليش انا جيت عملت جديد وعملت مجلد اسمه تعليم القنفدة. وبعدين عملت النموذج في داخله. عشان الاجابات تجيني هنا. عشان الصور تجيني هنا. عشان ارفاق الملف يجيني هنا يا شباب. ما ابغى انا المعلومات كلها تأتيني لهذا الوضع ده اللي انت شايفه. شوف المجلد كيف. شوف المجلد كيف مليان. شوف الاوراق اللي مليانة وشوف. شوف كيف. ما ما تقدر انت هنا تجمع بياناتك. كده ما هو مرتب. صبعا هذا قديم يعني. هذا زكي فرش من زمان الجيميل من مدري كم لو جد دخلت على حسابه. تمام? بس هذا قديم يعني كده كنت كنت كده يعني وتركته خلاص ما ما عد با ما عد با دور عليه. لدرجة انه خلاص شوف فلل. سار تسعين في المية. فهذه هي الفكرة. عشان كده احنا نقول لا. نجي نعمل مجلد. في داخل المجلد يكون ايش? يكون بيانات الموظفين شايف? ثار مجلد الان. مجرد ما انا ايش? عملت طلبت هنا طلبت منهم ارفاق تحميل الملف. واضحة الفكرة. عشان كده انا ماشي معكم خطوة بخطوة. ماشي خطوة بخطوة عشان ابغاكم تتذكروا وتعرفوا الفكرة كيف اللي موجودة. طبعا اقصى ملف اللي هو واحد ميجا اقل ملف. واقصى حد اللي هو عشرة ميجا ما فيش ملفات اكتر من كده. تمام? اذا تبقىها ضروري حتكون ايش? مطلوب. طيب. خطوة اللي بعدان يضيف اخر حاجة او نشوفش فيه كمان باقي لنا. الا هو المخطط القياسي. هذا دايما يكون خاص بيش? خاص بي ما هو رأيك? دايما يكون من واحد لخمسة. الا هو البيئة. ايش رايك في البيئة التدريبية? ايش رايك في البرنامج التدريبي? ايش رايك? فنقول هنا مثلا من واحد الى خمسة اه تقييم اه تقييم البيئة التدريبية مثلا البرنامج التدريبي. تمام? من واحد الى خمسة. واحد نقول ممتاز. خمسة نقول سيء. نقول جيد بس. واحد ممتاز وخمسة جيد. يعني المهم. هذا بالنسبة للمخطط القياس. فلما نيجي هنا على مخطط القياس. نشغلوا كده نقول له موافق. تمام? طبعا لما نيجي نختار هنا ما ما حطينا الا مع البنات فقط. تعليم البنات فقط. فتعليم البنات هو اللي انت تقدر تحمل صورة وتقدر تقول القياس. طبعا تعليم الاولاد كانت بس فقط الى هو ايش? الا فقط الجزية الاولى. فبغالت برضو ايش تكون موجودة هنا. ما رأيكم في خطة الاخلاء. ممتاز جميل. شكرا يا استاذ. جميل جدا استدعيشة. ما رأيكم في خطة الاخلاء فتقول من واحدة لخمسة ترى والله مرة تعبانة. لا مرة ممتازة. زي كده مثلا. حسب. حق العزة لله تعالى. طيب. احنا ناخد ربع ساعة. تمام? نصلي ثم نعود. الساعة سبعة ونصف. ان شاء الله نعود ونقبل حديثنا بحول الله تعالى. ما يتبقي لنا حاجات كثيرة غير بس الالوان. وباقي لنا بس اللي ايش? الا ارسال النموذج. وبعدين نشوف الجوجل درايف. يعني ما فيش حاجات كثيرة باقية. بس خلينا ايش? نعيد المطلوب. تفضلي. لو سمحت عند عيد هذه الفقرة. معلش لو تقولي ليش الفقرة اللي اعيد عشان اعيدها? اعيد النموذج او لا اعيد ايش? عشان بس مرة تانية. ابتبي لي يا سدفاته. احنا اضفنا البطاقة كملف. تمام? واضفنا بعد كده البرنامج التدريبي لهو مخطط قياس. هذا اللي احنا نبغى نقولنا عليها بغض. ربع ساعة ما تكفي? تكفي ان شاء الله وبعدين اللي يتأخر يلاقي يراجع الفيديو. يعني يقدر يتابع الفيديو بعد ما نخلص ان شاء الله باذن الله تعالى. يلا نرجع سبعة ونصف باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عودا حميدا. واتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. انه سميع مجيب الدعاء. اتمنى ان تكونوا مبسوطين معايا. ما عندكم اي مشكلة انا. الان ارسلت لكم على المحادثات. رابط المجلد او الحقيبة التدريبية الخاصة بجوجل درايف. فهو موجود الان في المحادثات. والمحادثات مقلقة. لان تقضيته على الرابط وتقدروا تحمله. بعدين نفتح المحادثات عشان تقدروا تكتبها سئلاتكم. فالان مكفولة ومرثولة في المحادثات. هذا اولا. ثانيا عندي حاجة كده بس ارسلتها الان الرابط اللي ارسلته قبل شوية. هذا هو الرابط هنا. هذا الرابط. وهنا كده. وتقصير الرابط. تمام. فبارسلكم هذا الرابط. وباكم تعبولي هو. ما في ماله دخل بالبرنامج التدريبي. بس لفكرة انا ابغى اسويها الان بعد ما نخلص. الان هذا الرابط عندكم حاولوا تكتبوه اللي تبوه. واكتب الاسم الجوال والمدينة والايميل. تمام? الاربع البيانات ادي عبيها وارسلها. انا حترك المجال مفتوح وعبوا قد ما تبو مال يدخل لنا. طيب? نرجع مرتين لنكمل حديثنا. الان اعملنا النموذج وخلصنا منه تقريبا. اضفنا كل الاضافات اللي موجودة. حطينا بيانات الموظفين. حطينا اسم الموظف. بيانات الموظفين. حطينا الاسم. حطينا فيديو تعريفي. اضفنا السجل المدني. اضفنا قائمة منسدلة. اختار ما بين بنين او بنات. ويتحول هو تلقائي الى احد الاقسام. اضفنا اقسام. ثم اضفنا سؤال اختياري من متعدد. واضفنا سؤال اختياري من او اكثر من مربع. اختيار من مربع يسموه. تمام? شوفوا كده النوع عشان نعرفه. مربعات اختيار يسموه. تمام? ثم بعد كده اضفنا قسم. واضفنا سؤال هنا يسموه السؤال اختياري من متعدد. وهنا السؤال الثاني اختياري من متعدد. وهنا اضفنا سؤال او طلب رفع ملف. اللي هو صورة بطاقة الاحوال. او اي ملف انت حابب تتصلوا معهم. واخر حاجة عندنا اللي هو اضفنا يسمى المقياس الخطي. انك ممكن تختار المقياس الخطي من كم الى كم تطلبوا منهم. فهم يقدروا جوابوك على حسب البيانات المطلوبة. كده الان هنا احنا اتكلمنا الى هذه البيانات. في اي سؤال انا الان افتح المهدثات والمايكات ان كان عندكم اي سؤال على البيانات المطلوبة او الحاجة اللي الى الان انا ارسلتها. الى الان انا لا ارسلته واضح او في اي سؤال عنه انا استطيع اني اجاوبكم على اي سؤال من الاسئلات اللي احنا هنا موجودة. لأنها عمل دورة مسجلة وحتكون على القناة بإذن الله تعالى بعد مخلص الأستاذ يرسل هي وإن شاء الله أرفعها على القناة لو روحت على القناة لوضعته حاجة أكتب في جوجل هنا في البحث فوق أكتب زكي فراش بالاسم كده زكي فراش ما في غيري ما في يعني واحد تاني هذا هو القناة على طول تطلع لك فوق تضغط عليها تطلع لك القناة موجودة هذه القناة حتكون آخر حاجة نعزلة هنا حتكون في أول حاجة في اليمين ما حتضيع إن شاء الله كله مسجل بإذن الله تعالى دائما يواجهني صورة دقيقة دائما تواجهني الصعوبة في إرفاق الصورة بأن مساحتها لا تسمح لازم تكون مساحة الصورة الصغيرة ما هو يعني أكتر من 10 ميجا ما أظن تمام الرابط الأخير قصدي منه هدية لكم لحختار أرقام وديهم هدايا بس لا قال ولا أكثر هذا الرابط الأخير بس أستاذ الكريم ما هو حسابك في تويتر نفس الإسم ذكي فراش كلمة واحدة زي ما أنا قلت يا شباب أنه هو هذي الرابط اللي أعطيتكم هو فوق لينك تري لينك تري لينك أسف لينك تري هذا لينك تري يا شباب أرجع مرة أنا أرسلكم هو هذا لينك تري هذا المتجر وهذا الأكاديمية وهذا تواصل واتساب وهذه قناة اليوتيوب وهذا التليجرام وهذا تويتر ولو ما عجبك حتلاقي هنا كلها موجودة تقدر برضو إيش من طريق الرموز هذه تتواصل برضو على طول تضغط على هنا على واتساب على طول يوصلك على الواتساب تمام؟ هذا الرابط أرسلك لكم الرابط مرة تانية كوبي موجودة هنا بإذن الله تعالى طيب لا توجد مقاسات معينة نعم أستاذ هاجر لا توجد مقاسات معينة إزاك الله خير عد الرابط يا شباب هذا هو الرابط تمام؟ تمام طيب نرجع نكمل حديثنا المتبقي في الحاجات المتبقية الآن وصلنا إلى قلنا شوف هنا تسويت و هنا تسويت و ألفت و ألا ما رسلت تمام حدد الاستجابات من يلسا باقي مفتوح المجال اللي بيرسل يرسل ترى ها أنا أرسلكم الرابط مرة تانية هذا الكوبي أي أحد يحتفظ بالرابط عنده عشان أي أحد سأل يرسله هو تاني في بالي كده مشروع أبقى أسوي معاكم فعشان كده أخدت البيانات و رسلت لكم هذه ما حاوز عرقامكم ولا حاخدها ولا شيء لا تخافوا يعني الدار أمان بيننا طيب جرب يمكن تفوز جرب هي تجربة طيب نرجع مرة تانية للبيانات هنا بيانات الموظفين وهذه اللي قلنا عليها الآن لما نجي للردود أول حاجة عندنا الردود ونقدر إيش نقفل الردود هذه مهرة مهمة جدا بالنسبة لتكفي للردود تمام؟ نقفل الردود ونفتح الردود هذا مرة حلوة وجميلة عشان لا يكون فيها على طول كده موجودة لا يكون موجودة وعلى طول مفتوح يقدروا رسلوك كم واحد حيسجل وما إلى ذلك تمام؟ وطبعا زي ما أنا الآن أرسلت لكم هذه ممكن جرب أنا الآن أدخل هنا على الردود وأقفل ليش؟ لأنها مسابقة فإلا ما تسجل يحس كده بحرارة ممكن تفتح الرابط ممكن ترسل الرابط ممكن فاهم؟ فهي game فيصير game تصير لعبة فاهمين الفكرة؟ ما هو حضور يا شباب رابط التحضير آخر اللقاء آخر اللقاء الله يرضى عليكم آخر اللقاء حيكون رابط التحضير وضحة الفكرة الآن تمام؟ هذه اللي إذا أنت تقفل الرابط هذه فوائد تكفيل الرابط يعني ممكن تستخدم google drive هذا أو النماذج مسابقة في الطلاب مسابقة تمام؟ تقول لهم يا الله سجلوا الآن شوف جالسين الأخوة يسجلوا 39 أنا أقدر أنا أقفل الرابط ويتوقف فهذه برضو من الأفكار اللقاء موجودة بالنسبة لفوائد الخاصة للردود حلو نرجع مرتين هنا اللي نموذجنا تمام؟ عندنا هنا في الأعلى ثلاثة نقاط تمام؟ ممكن تقول الحصول على إشعار على البريد فكل شوي يجيك أحد يسجل أي شخص يسجل يجيك إشعار جميل جدا هذه بالذات إذا كانت أسئلة وإذا كانت نموذج مهم جدا إذا كان عندك مثلا ماجستير ودكتوراه ورسلت النموذج الكثير نحن دائما جنس بيانات الطلاب اللي بيدرسوا الماجستير فمسكين ما يدري مين جاوب كل شوي يدخل على على الرابط كل شوي يدخل على جوجل دريف لا إنت أضغط هنا الحصول على الإشعارات خلاص أي أحد أي أحد يرسل يجيك الرابط جميل جدا جميل جدا هذه الخدمة مرة حلوة يجيك تنبيه زي وزي الواتساب الأستاذ مدرمين سجل في الرابط الأستاذ استجابة جديدة جاءت مرة حلوة بصراحة تمام تضحت الفكرة هذه مرة حلوة جميلة وعندك طبع جميع الردود هذه إذا تبغى تطبعها وعندك اختيار الردود أو التنزيل الردود حلو هذا بالنسبة للردود عندنا هنا في الإعدادات عشان تكون الفقرات أسئلة يعني إحنا الآن هنا هنا الفقرات اللي موجودة ما فيش حاجة اسمها اختيار الإجابة صح تمام ما في اختيار للإجابة الصحيحة شوفها معاي يخليك واضحة الفكرة الآن شوف هنا سؤال مقتوب عدد أيام الأسبوع اختيار متعدد وهنا إجابات ما في اختبار طيب أنا كيف أسوي اختبار عشان بس نتعلم كيف نسوي اختبار تمام نجي كده نضغط على الإعدادات ونقول جعل هذا اختبار بجرد ما أضغط على جعل هذا اختبار لما نأجعل الأسئلة أجد إنه في حاجة جديدة ظهرت شوفها هنا ظهرت حاجة جديدة ليس هناك نقاط شايف فصار هذا اختبار الآن فنيجي نقول له يلا هذا الاختبار نبغى نعمل أسئلة ونقول ترى هذه ترتيب عشوائي والإجابة الصحيحة ترتيب الإجابة فلان على الإجابة تمام فيصير هنا نقاط على السؤال فنيجي هنا نقول مثلا هناك السؤال ونقول مثلا هذه الفقرة هي الصحيحة وننجلها الأسئلة الصحيحة طيب تمام طيب بعد كده نيجي هنا على الإعدادات مباشر إرساله ما إلى ذلك هذه ما نحتاجها يعني ما فيها شيء كثير اللي يهمني إيش اللي يهمني هنا اللي يهمني هنا لما أنا أرسل النموذج لما نقول إرسال النموذج هذه هنا في معلومة بس مهمة جدا باك بس إيش تغيرها معلومة مهمة أبغاك تغيرها طيب عيد فقرة الأختبار طيب نعيد فقرة الاختبار فقرة الاختبار إنك إنت لما تضيف سؤال هنا في الأخير الآن نجي هنا على الفقرة هذه ونضيف سؤال كده تمام الآن عندك ظهر لك إيش مفتاح إجابة إذن الآن متى ظهرت كلمة مفتاح إجابة لما نجيت على كلمة إعدادات وشغلت هذه فعلت جعل هذا اختبار كمام جعل هذا اختبار ظهرت عندي في الأخير هنا في النموذج اللي هو مفتاح الإجابة حلو إذن السؤال يقول كم كم سعر الكيلو الذهب يا سلام سعر كيلو الذهب 120 سعر كيلو الذهب 150 سعر كيلو الذهب 160 ما تلم بس أنا بكتب كده تمام بعدين سعر كيلو الذهب 170 حلو مضبوط نجي هنا نضغط على كلمة مفتاح الإجابة ضغطنا على مفتاح الإجابة يوديني على مكان ثاني يفتح لي حاجة ثانية يقول لي يلا حدد الإجابة الصحيحة سعر الذهب 120 والإجابة الصحيحة 5 درجات جرد ما تكتب 5 سيكتب لك مجموعة النقاط يعني الآن هذا السؤال 5 درجات خلاص يلا خلاص كده ضغطنا الإجابة الصحيحة اختنا الإجابة الصحيحة رحنا تم الآن 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 يقول كم عدد أيام شهر ربيع نيجي عشرة ممكن أنا أحط هنا أكتب 5 فاصلة وربع صار كم المجموع صار خمسة وربع فوق كم صار صار عشرة فيجمع لك هي يجمع لك اللحاجات اللي موجودة كنت تقول له لا أبغاها 3.5 صار 8 فوق أنت تقدر تكتب مجموعة النقاط كم تبغاها فيحدد لك النقاط التي تبغاها 4 صار 9 يحدد لك الإجابات تمام إلا حد عنده سؤال يقدر يرفع يده ونفتح له المايك عشان يقدر ليش طيب تمام كده انتهينا من الإعدادات نجعل الإرسال مرة ثانية نجعل الإرسال ونجعل معلومة الله يرضى عليكم دائما هذه عدلوها إلا هي في نهاية النموذج إيش نقوله في نهاية النموذج تمام في نهاية النموذج ماذا نقوله نقوله شكرا لردك دائما نقوله شكرا لردك فإحنا خلينا إيش نقوله نقول له حاجة جميلة 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 جدا نقول له جزاك الله خير على ردك أحسنت كان ردك رائع ممتاز تم استلام الرد تم شكرا لمشاركتك شكرا لمشاركتك لنا في البيان مثلا فدائما أغير النموذج هذا الرسالة الأخيرة نتمنى أنكم تغيروا الرسالة الأخيرة لأنه دائما في الأخير لما تقول له إرسال أو تقول أي حاجة يقول لك خلاص شكرا على النموذج وانتهينا تمام هنا برضو في الإعدادات قلنا نشوف الإعدادات برضو كان فيها هنا الرد شوفين الرد تمام هنا في تحت مكتوب إدارة الرد إدارة العروض تمام الإعدادات التلقائية للنموذج الإعدادات التلقائية للأسئلة تمام عرض النموذج عرض تقديم إذا كان عرض تقديم إيش ممكن يصير حجم الملفات الأستاذ اللي بيقول عنده حجم الملفات شوف ممكن ترفع لواحد تيرا تتكلم على حد النموذج طيب التقييد برد واحد هذا يجعل كل شخص يكون عنده إيميل عشان يقدر يتجاوبك فحاول أن تقدر المستطاع أنك أنت ما تخليها بهذا الشكل أستاذ علي أستاذ غالية أستاذ علي أستاذ علي تفضل أستاذ علي المنتشر أياك الله أستاذ علي تفضل أقول السلام علي السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عندي إضافة إيجابة والإيجابة خاطئة وأتضاح لي بعدين الإيجابة خاطئة فكيف أغير الإيجابة صحية؟ خلاص راح عليك النموذج يجب أن تضع سؤال ثاني من جديد ما في تغيير على طول تلقائي يعني الآن نرجع للأسئلة خلاص يلا ديني مثالك يعني فرضاً سعر الذهب أعطيت 120-160 هو طلع السعر غلط أعطيت السعر غلط وبدأت إيجابة 150 كيف أغير الإيجابة؟ مفتاح الإيجابة هنا شوفها تحت شاف كلمة مفتاح الإيجابة أضغط على مفتاح الإيجابة أغير الإيجابة إلى 150 وشيء للإيجابة إلى 120 الله يعطيك سطح والعافية حياك الله بس ما أدري لأن صاح أول سعر الذهب 150 كنا أنا قاعد برني واحد يدخل القوغل يجي من سعر الذهب يا شباب اليمني بنعرف سعر الذهب كي يطلع في راسه بعد سعر الذهب لا لا بش تقريبياً صحيح لا والله الذهب غالي لا يا معدي أي والله الذهب غالي صحيح ذاك الله غير أستاذ نوحة تفضلي أستاذ نوحة تفضلي أستاذ نوحة تفضلي أستاذ نوحة عندك سؤال تفضلي السلام عليكم لو سمحت أستاذ أنت الآن كنت يعني كل شيء تبغى تنسق وتنسق الرابط على أساس تتأكد مدى صلاحيته والتنسيق كيف يطلع إحنا ممكن في خطوة عندنا في معاينة فوق لي على شكل عين ممكن إن أنا أستخدمها بحيث إن أنا أطلع على على النموذج نعم نعم قبل ما أساوي نسقه ونسقه يعني يتصل أعضاق بنا الخطوة جميل جداً رائع الله يحفظك داك الله خير الله يحفظك الله يذاكب الخير أستاذنا شكراً نسينا الكلمة حقة العين اللي هي المعينة هذه الأستاذ فكرة نبيها فهي موجودة فوق في الأعلى تفضل عليكم سلام ورحمة الله طيب لو أضع وقت محدد كابتال ساعة أو ساعة خير للإجابة لازم تبدأ تشتغل على هو يسموه الإضافات نحن نشوفها شوية دقائق بس نشوفها إن شاء الله أبشر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا سادة زينة الله يعطيك العفو سادة بعد إذنك أنا عندي أنا فهمت معك كل الشغل يعني نفس بنافسة بمثلاً بس تبيان كيف أعمل وكيف أضيفك وهذا شيء رائع رجالك الله خير بس إنه الله يعطيك العفو بس أنا عندي حرق يعني لما تخرج تضيف هذه بس لما تخرج ما أدري إيش تضغط فوق إيش أخرج فوق يعني لما تضغط في الإعدادات وبعدين ترجع تشوف النموذج في ثلاثا دقائق لا مع vigil مطلب معك أنا في ثلاثة أشياء في عندنا الأسئلة في الردود وفي الإعدادات تمام هذه اللي أنا بضغط عليها الأسئلة والردود والإعدادات دخلنا على الأسئلة طممنا الأسئلة جينا على الردود حددنا السماح للأسئلة تمام بعدين جينا للإعدادات حولناها إلى إنه هذا نموذج أسئلة إذاены بغضوا أن نحط أسئلة وإجابات هذه اللي أنا عملتها بس ثلاثاً لفوق الزراير اللي فوق بس. طيب. طيب بعد اذنك اه ممكن تعمل تعمل عمل مثلا استبيان من جديد من اول كيف دخلت. طيب بس عشان طيب. انكتبه خطوات سرية. ده حيني سوي نموذج تاني ما في مشكلة باذن الله تعالى. يعني اخرج من نفس جوجل درايف. اولا تخرج منه. بس الله يعطيك عشان اعرف بالضبط يعني كيفين. طيب بس اكمل المشروع اللي عندي وبعدين نروح للمشروع التالي. طيب ممتاز طيب. حلو. الان جينا لمن? الان بداء عندنا الالوان. يبغى ضروري نعرف الالوان. الان لما اجي على معاينة. بتاك الله خير يا استادة. هذا النموذج صار زي كده بهذا الشكل. تمام? استاد احمد اتفضل ولا عميد ولا آمد ولا. انا فاتح المايكات انا احب الازعاج. انتو زي ما تحب الازعاج سامحوني. انا احب الازعاج. لاني الازعاج هذا روح التدريب. صوتكم وصوت ابنائكم اللي حوليني في القاعة اللي انا باسمعوا ترى بالنسبة لي طرب. وليس بالنسبة لي ازعاج. والله ليس ازعاج. جميل جدا بصراحة. تحس ان انا بتدريبي دخلت المنازل. وانا قاعد في البيت في مكة بعيد عنكم اربعمية ثلاثمية كيلو. صراحة. فهذا جميل بصراحة جدا جميل صراحة. استادة نهى. هذا السألة السؤال. اه. تفضل حبيبي. زوم يوزر اتفضل لا رافع عنده. الاخو لا رافع عندهم عندهم سؤال ولا. اللي عنده سؤال يتكلم على طول ما اظن يحتاج رفع عنده. تفضل يا سيد سعيدة. لان هو الزر حق رفعت اليد قريب من السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. استادي هل في وقت محدد للرابط? يعني تلقائي يقفل. ايو تلقائي مفتوح بس انا اجلس في البيت كده. اكون موجود جالس في البيت. بنتظر الطلاب يجاوبه. ادخل على الردود. واقول لهم الساعة 9 صارت عندي الساعة هنا في اليمين وديه 9.5. اقفل الرابط. هذه. انا اللي اقفل الرابط. انا اللي اقفل الرابط. ما اخليه مفتوح. ايوة. في اضافات اخرى هناخدها بعد شوية. هي اللي تتحكم في هذا الموضوع. بس اضافتها صعبة شوية ويبغالها فن. فاحنا ما نبغى ندخل في متاهات صعبة عليكم. لكن اوريكم هي. يعني نشوفها. ما في شي. حنشوفها. بس انا افضل. انك انت زي ما قلت للطلاب. حنبدأ الساعة 9.9.4 انت ادخل اعمل عدم قبول الرد. انتهى موضوعك. هذا اسهل طريقة لعادة قبول الرد. بس. يعني ان اعتبر نفسنا كنا نواقفين في القاعة. حقا تتسلم الورقة حقا الاختبار. ثم نهاية الحصة نقول يلا كل واحد يسلم الاجابة. هي نفسها. نفس الفكرة. نفس الفكرة. تمام. الله يزاك بالخير. تمام. نجي للألوان الآن. زي ما قلتنا انه ما في ألوان ولا في شي ولا حاجة. فنجي هنا على البيانات. ونضغط على اللون هذا اللي بالعلامة التبويب ده اللي هنا تألوان. ثم نأتي الى الألوان. نقول مثلا احمر. هذا سار لونه احمر. او نجي هنا نختار صورة. تمام. نجي نختار صورة. هذه الصور اللي موجودة حلاوة. نختار الدراج. تمام. نجي نشوف النموذج. نعمل. نعمل كده مرتان يستبيان كده وتطلع لنا هنا الحلاوة فور. حلو. وضحت الفكرة. هذه الاضافة اللي احنا نبغى نقول عليه اللي هي اضافة الصورة. تمام. احنا ما نبغى كده. احنا نبغى نتفنن شوية بس على الأقل. نعمل فن شوية. فن بسيط. تمام. الفن البسيط اللي هو نحمل صورة بنفسنا. بطريقة بسيطة جدا. حلو. بطريقة بسيطة مو بالدعقيد. بطريقة بسيطة جدا. انا هستخدم صديقي وصاحبي و ما الاقي عزم النوع. باوربوينت. حلو. هستخدم الباوربوينت بطريقة بسيطة جدا وسهلة. ما اعقد الامور. ما اعقد الامور. اجي هنا فوق في الاعلى اجيب مستطيل. هذا المستطيل كده. هذا مستطيل. ما اتوقع انه في اي صعوبة في ادراج مستطيل. خلاص. اضفنا المستطيل. الان نقدر نحدد المستطيل هذا ونقول نبغى بلون احمر بلون برتقالي بلون اصفر باي لون نبغى. هلو. تمام. باي لون نبغى. ونجعل الحدود نقول ما نبغى على حدود. بعد كده نجيب الادراج حقك الكتابة. حقك الكتابة. ونكتب المملكة العربية السعودية. ونجيبها هنا في المنتصف هنا. نضغط كنترول دي. نكررها وحدة تانية هنا. وزارة التعليم. اضاف المنتصف. ايش بقى كده التعليم ما كتبت معي مضبوط. مع ليش? بس باوري كيف تسوي التعليم. تمام? هادي ازا اعتبار. ما اعتبار تقدر تكتب ايشي. تيجي هنا في المنتصف وتكتب اسمك? اختبار اختبار الفترة الاولى. مادة العلوم. حلو? نختارها. نجي نختار خط كده حلو جميل اللي هو سلطان ميديم. مع ليش? نتحمل شوي المدرب. قاعد يختار ويألف. اوكي. اخترنا الكتابة. نكبر الكتابة. تمام? ونجيبها هنا كده في المنتصف. اعتبار العلوم. سوي اللي تبغى انت. انا بس باوريك المثال وانت سوي اللي تبغى. خلاص? بعد ما خلصنا نحددها كلها. كنترول اي? نحددها كلها كنترول مع حرف الاي صارت كلها محددة. نضغط الموض في يمين. نخليها كلها جروب. او نقول save as picture. شوها في اليمين. احفظها كصورة. حلو? وداها كصورة. حفظناها كصورة. في مجلد هنا اسمه آآ جوجل درايف. خلينا نودي في جوجل درايف. عشان هو اقرب واحد. وبكتر اسمها بكتر ون. اوكي موافق. طيب. نروح الآن للنموذج. ونجي هنا الآن. نختار تحميل صورة. نقول تحميل صورة. ونحمل الصورة تصفح. تصفح الجهاز. هذه الصورة. حملناها. الآن اصبحت فوق في الاعلى. بدل ما تكون حلاوة. لا والله ما حلاوة. هتكون افضل انه انا كاتب للطلاب الاسم اللي انا هشتغل عليه. شوفينا شايفينا الحلاوة الآن. الآن نعمل لها ريفرش. صار مكتوب فوق اختبار الفترة الاولى مادة العلوم. كده افضل. كده ازوق. كده اروق. كده اجمل. لالنموذج. تمام? كده افضل كده اجمل. طيب سادة هاجر. رسلت لنا رابط. خلينا نشوفي شوه الرابط. يا سلام. فن. كتابة خطابة الرسمية. مرة جميل جدا ورائع. جميل جدا صراحة. كانت بفوق السؤال سوته بصورة وحطته بفوق في الاعلى. وصار مرة جميل ورائع. تفضلي الاستاذة نورة. رافع يدك اتفضلي. اللي عنده صورة يقدر يفتح المايك. تمام? الصوت يقطع. عندك في الانترنت عندك عندي واضح الصوت. طيب? تمام. اذن هذي طريقة ايش? تغيير الصورة. هذي ضروري جدا نعرفها ونعرف انه في في افكار بسيطة وترى والله هذي الالوان هي اللي تناسب الصورة اللي انت اخترتها. بطريقة الذكاء الاصطناعي. ما ينفع ان كنت تختار اللون تقول ابغاء احمر. لا تخرب الشغلة. خليها خليها يا مسلم قريبة كده من الالوان. خليها قريبة من الالوان. هو بالذكاء الاصطناعي اختارها. بس انا اقدر اقول له لا انا ابغى اللون احمر. انا اقدر اختار اللون اقول احمر. ابغى ازرق. ها احمر اهو. ابغى النموذج احمر. اضافة اللون الاحمر اهو. صارت هنا اللون الشعار أصفر واللهون أحمر والشغلة وشغلة لا أعلم بحالها طيب لازم أنسك فيها يعني يفضل هذا أنا أتكلم يا شباب على ما يفضل أنك تسويه الشيء لنت تفارد يفضل أنك أنت تعمل الحاجة دي طيب كده خلصنا من النموذج هذا أو الألوان اللي موجودة في النموذج وضروري نعرفها بعد كده نضغط على النموذج اللي هنا اللي أعلى دا اللي فوض ونيجي نقول اللي هو اسمها الإضافات شفوها تحت مكتوبة الإضافات طبعا هنا قبل الإضافات عندك تقدر ترسلها على المهملات تقدر ترسل نسخة تانية تعمل نسخة من نفس البراينات هذه نسخة أخرى وتقدر تطبع الورقة A4 على A4 شوفا هنا مطبوعة تطبع لك هي زي كده ورقة مطبوعة حقت الأسئلة هذا بالنسبة للطباعة اللي بيطبعها من الثلاثة النقاط اللي فوق العلوية تقدر تطبعها لو جينا على الإضافات الإضافات بحر كبير جدا 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 مرة كبير مرة بحر لا يمكن أنك أنت تقدر تغطيه فأنا بس بعطيكم الحاجة ليش إلا ممكن نستفيد منها بطريقة سريعة وطريقة بسيطة تقدر تضيف الكيوار كود تقدر تضيف الفورميلا فاليو القيمة تقدر تعمل إيش كمان هنا في تقدر تعمل فاست فويس نوت كل هذه إضافاتها إضافات مرة مرة كثيرة جدا بحر شوف قد ما أمشي ما يخلص السبب إنه جوجل فاتحة المصدر الخاص للملفات عشان كده هو مفتوح عشان كده هي هذا سبب الإبداعات اللي حصلت في المجال ده سبب الإبداعات اللي حصل إنه إحنا الآن حصل الموضوع بإنه في نماذج كثيرة وفي إضافات كثيرة هنشتغل على الإضافات بس إيش ما نشتغل عليها إلا لما نشتغل على النموذج إلا الأستاذة قالت تحتاج إنه يكون نبغى نموذج جديد وفاضي ونشتغل عليه طيب تمام فيه أي سؤال أي استفسار عن قبل ما أنا بنروح الإضافات الآن ها خلاص كده مضبوط إن شاء الله مضبوط طيب نشوف كده الإخوة يسسووا في النموذج جاوبوا طيب خلاص خلصتوا الإجابات أعتمد هذه الإجابات ولا أرسل الرابط مرة ثانية عندكم الرابط ما جاء اتفضل هذا الرابط مرة ثانية يلا قدامكم أديكم دقيقتين كمان نسخ الرابط نرسله في المحادثات يلا الرابط عندكم ما قيل دقيقة وأقفلوا عشان بس نبغى ناخد الجدول عشان نشتغل على الجدول تضبوط إن شاء الله طيب إذا في أي سؤال أي استفسار المايك مفتوح تقدروا تجاوبوا بالمايك تسألوا وإذا في سؤال تقدروا تسألوا سؤالكم بالمايك الثاني أو العادي طيب الشباب فرحوا جميل جدا هنا في مجموعة أستاذ ما عليش استحملني شوية لا بالعكس فضلي الخانة الريفرش فينا ماني شايفتها خانة الريفرش أو شو إيوة بفوق ماني شايفتها هنا فوق إف خمسة إف خمسة إف خمسة إذا شغالة باللابتوب إف خمسة يعمل ريفرش لا ألمو لابتوب جوال بس أنا قاعدة أكتب في عندي بعد أسجل بالقلم في الدفتر إيوة بس من شايفتها في اللابتوب طيب مفتوح معاك متصفح ولا التطبيق حقهم جوال أنا معاك أنا معاك في الدورة بس ما يفعت حشي معي ورقه بقلم ودفتر وكتب تمام هي موجودة فوق الله يحفظ شوفيها فوق في أقصى العلو اليمين ده هنا هنا الريفرش كده نعمل الريفرش آه أيوة أيوة هذا الريفرش تمام تمام طيب في أحد الإخوة والأخوات طلب أنه كيف نعمل النموذج من البداية تمام فنيجي نعمل النموذج من البداية قال النموذج هذا كده يفنع من نموذج ندخل على جوجل ونسجل حسابنا نلاقي هنا في ثمانية نقاط نضغط على الثمانية النقاط ونبحث هنا على جوجل درايف هو واضح وسهل وبسيط نضغط عليه ثم بعد كده نصل إلى هذه الصفحة الجميلة نضغط هنا على جديد ثم نأتي إلى نموذج وننشئ النموذج من جديد نكتب فوق هنا في الأعلى طاعة حفل حفلة الفنان ذكي فراش ما يمكن أن أصبح الفنان ما أدري تمام ونجي هنا نقول الاسم حلو بعدين نجي نعمل ونجي هنا نقول اختر المقعد مقعد مقعد حلو كم عدد الكراسي إلا في القاعة واحد نكتب واحد نخلينا بالإنجليزي أحسن واحد بعدين نجي كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عليكم السلام وأي عشرة حلو هذه عشرة عشرة كراسي موجودة عندنا في قاعة لحفلة الفنان الخطير تمام حلو خلصنا الآن من النموذج هذا حقا للآسلة ما أرسل للناس لا قبل ما أرسل الآن تمام قبل ما أرسل الآن أجي على الإضافات العلامة هذه اللي موجودة فوق هنا الإضافات أضغط على الإضافات وأدور على إضافة اسمها choice eliminator choice eliminator مذيل الإضافات أو الإلماناتر ده eliminate يعني أمسح تمام نقول له تثبيت نثبت الإضافة خلنا نشوف هنا إيش في إضافة فوق أول شي قبل أن أروح بعيد choice eliminator ما أضافعين عندي أضغط على choice eliminator تمام أحيانا ما يرضى يشتغل وأحيانا يرضى يشتغل بس أنت تعمل refresh كده مرة تانية تضغط عليه وتيجي على choice eliminator وتقول له configure إلى فوق تمام بعد كده تنفكر لك القائمة هذه يقول لك يلا أنت إيش تبغى بالضبط تقول له أبغاء اختار المقعد عددا المقاعد اللي موجودة هي هذه هو هذا المقعد اللي يصبح اختار المقعد خلاص بعدين بعدها خلاص هنا نقول له هنا تحت نقول له موافق close بعدين نيجي هنا تحت نقول موافق خلاص حفظ هو الآن النموذج وحفظ الموضوع خلاص حفظه أعمل له أعمل له من يوم تقول له save تقول له save الآن أخذ النموذج هذا تمام وأجي أخذ أقصر الرابط وعمل له نسخ وأرسله لكم في المحادثات يلا V تمام أدخل على الرابط وسجله أو اختار أكتب اسمك وسجله حالو تمانية تمام شوف بدأت الكراسي تفرع المفترض يعني خلاص المفترض الآن لما نجي على الردود حنلاقي فقط عشر أسماء شايفين مفترض بس عشر هي اللي تكون موجودة خلينا شوف الجدول نلاقي في الجدول نقول إنشاء جدول ننشئ لنا الجدول خلاص الآن أعطاني كل واحد كم كرسي وكم قاعدته المفترض المفترض أنه ما يختار الباقي شوف no more option شوف أداهم ما في اختيار خلاص قال لهم ما في كراسي ما في كراسي شوف أسماء ما لها كراسي خلاص 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 وابحث الفكرة يا شباب إذن هذا يسموه choice eliminator ما لما نعقد الأمور هو فيه شوية تعقيد بس أنا ما حب التعقيد لكن بأوريكم كيف أنتم ممكن تضيف الإضافات هذه وتستفيد منها شوف الباقيين كلهم الآن مساكين حيجلس برا القاعة ما حد حيسجل خلاص هل لقت القاعة إذن فقط هذول الأخ واللي سجلوا في البداية هم اللي يحقوا الكراسي وحيجلسوا في الصفة الأول آخر واحد يا سلام مين آخر واحد آخر شي هذا آخر قاعة هذه آخر القاعة تمام إذن هذا هو هذه الفكرة اللي إحنا نقول عليها اللي بيقول عليها يعني هذه فكرة اللي بنقول عليها طيب خلينا نشوف النموذج هذا اللي احنا اشتغلنا عليه من الأول هنا اللي هو البيانات تمام هنا بيانات هنا تمام حنيجي نشوف هنا الردود الآن ونجي ناخذ الردود ونقول له إنشاء نموذج حلو الآن لما ننشئ نموذج إيش ممكن نسوي بالنموذج هذا ماذا يمكننا أن نفعل في حاجة بسيطة ممكن نسويها يعني مثلا لو كان هذا كشف حضور لو نفترض أنه هذا كشف حضور وأبغى أزيع الأسماء مثلا أبغى أنادي الأسماء تمام فأنا ممكن أنادي الأسماء بطريقة معينة قعد أنادي على مريم صالح إبراهيم هنا فوق في الأعلى في عندك حاجة يسمها الأدوات أو الإدراج تمام إدراج حاجة إسماء مربع آسف هنا أوقف هنا في هذا المكان أول واحد واجبوا الإدراج وإدراج مربع حلو الآن أقدر أنا أضيف الأسماء اللي موجودة تمام وأفضل أنادي الأسماء زي ما أنا أبغاها تمام تمام وضحة الفكرة قفل المايكات عشان ما منتب تمام فأجي عند الأسماء هنا مثلا أضيف قائمة نجي هنا أقول إدراج صف لليمين طيب إدراج صف لليسار أشيل الصف ده أجيب هنا كده إدراج صف لليسار مثلا تمام وأكبر الصورة هنا تكبير مثلا 150 وابدأ هنا أدرج إدراج مربع وأجي على المربع ده الصغير اللي هنا وأسحب ها كده على تحت أسحب الأسماء كده على تحت تمام أجي هنا أبدأ أنادي على الأسماء أقول مثلا منال الزهراني حاضر فاطمة حاضر عبير حاضر رحمة حاضر وضحة الفكرة فإنت ممكن من هذا الشكل تقدر إيش تقدر إنت تكتب الأسماء مثلا تختار أسماء هذه طريقة هذه طريقة طبعا هنا تحليل البيانات اللي أنت بتشتغل عليه يكون جدا جميل يعني يعني أنت مثلا هنا حتى ممكن تختار تقول مثلا هذا متجاوب هذا الشخص متجاوب فنجي هنا على التنسيق البيانات ونقول التحقق من صحة البيانات ونقول هذه الخانة تمام أبغاها تكون أبغاها تكون تاريخ مضبوط رفض الإدخال نقول موافق إذن فوق الأستاذة مريم نختار كده نضغط دبل يجيب لي تاريخ متى سلمت المشروع سلمت يوم الاثنين ممتاز أو قبل ما سلمت وخليني ايش أعمل كوبي لكل الجميع العلامة دي الصغير يعني نسخ فإنت نسخت القوائد هنا عبدالغادة غادة سلمت يوم الاثنين هنا مريم رحمة سلمت يوم القميص هنا صالحة آسماء أسماء سلمت يوم تسعة أقدر أنا أسجل هنا البيانات اللي باللون أتهجل التاريخ اللي أبغى في البيانات اللي موجودة يجب الاستفادة منها لا يمكن نحن نخلص من البيانات ونلقي بها في سلة المهملات يا أخوان ما يصير اللي بيحصل هذا في البيانات احنا بنسجل روابط في الإشراف وروابط مطبيعية اللي بنسجلها يوميا لكل مشرف رابط يسجل عدد بيانات الطلاب عدد الغايبين وعدد الحاضرين ماذا يفعل بالبيانات هذه طبعا مصير إدارة التعليم أنا بس أدي مثال أقول مثال أشان لا أشتكي أو شيء تمام أقول البيانات هذه ماذا يفعل بها المفترض البيانات هذه تصفى وبعد ما تصفى تعدل وتعدل وتصير البيان اللي موجود أو الحاجات اللي موجودة بذلك مقبوط كده طيب نجي هنا فوق في الأعلى نقول كده ونجي نقول إدراج عمود يسار تمام بعدين نشيل تمام ونشيل هذا اللي موجود بالجدول فالجدول المرة جدا مهم وجدا رائع وجدا جميل جدا طيب نجي هنا نختار هذه نقول واحد اثنين ثلاثة حلو نجي نختار الأرقام هذه واحد اثنين ثلاثة نحددها بعدين نجي على الأخير إلى آخر اسم قريبا هذا آخر اسم هنا تمام هذه الأسماء طلعت تقريبا الأسماء من واحد إلى من واحد إلى ثلاثة وثلاثين تمام الأسماء معلش من واحد إلى ثلاثمية اثنين وثلاثين حلو ثلاثمية اثنين وثلاثين ثلاثمية 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 أثنين 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 1 إلى 300 عدد 60 حلو باقي رقم هاي سيري give me number between 10 to 300 266 حلو طيب الرقم 9 نروح لرقم 9 أول حاجة نشوف رقم 9 فوق في الأعلى رقم 9 هذا رقم 9 مضبوط نروح هنا في اليسار الأستاذ سعدية لافي محمد الزبيدي نقيقة نكتب الاسم سعدية لافي محمد الزبيدي هذا رقم 9 بعدين نروح لليسار نشوف الرقم الثاني قلنا رقم كم مدتنا 61 61 هذا رقم 61 نروح لليسار لليسار أستاذ فاطمة فاطمة عمر الحذيفي تمام بعدين نجي هنا 266 عندنا رقم 266 266 هذا 266 لا 267 حرام 266 تمام هذا 266 سعدية القرني سعدية حسن القرني سعدية حسن القرني حلو تمام إذن هذول الثلاثة اللي فازوا معنا حسن سأعطي سأعطيهم اختار أي حقيبة موجودة في منصة في zakibooks.com وأنا أحول لهم هي إلى حسابهم هدية حضور لبرنامجنا التدريبي إلا هو برنامج نماذج جوجل طبعا في نهاية اللقاء باستنى هذا وقت للأسئلة وقت الأسئلة والإجابات أسعدكم الله على حضوركم وجزاكم الله خير على الحضور والتفاعل والأسئلة وما إلى ذلك لكنا بنتكلم فيه فالآن مرحلة الأسئلة وهي ضروري ناخد أسئلة وإجابات من الإخوة ترجمة نانسي قنقر